اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اهلا بكم النهاردة يوم مهم جدا في عالم مهم جدا وتأخذ الانجاب كلمة وقاعة قيل فما بالكم لما اقول انه وقاعة قيل علي وعليكم في ملك الحمل والتقل على الاسرة على البنت اللي منجوزها وحلمها يكون امومة انها تكون ام والموضوع عند الستات اكبر بكتير من عند الرجال ان في بعض الرجال عندهم حلم الابوه عالي جدا لكن كل الستات كل الستات بلا استثناء حلم الامومة عندهم حلم غالي لما يتحرموا منه نسبيا او جزئيا لفترة من الزمن هذه الفترة بتكون عصيبة جدا عليهم في الوقت ده بيبقى حلمهم انه هما يلاقوا حلول الحلول دي بتكون فيه منظومات المنظومة دي هي منظومة التعامل مع تأخر الإنجاب ومنظومة العلاج بي او حل المشكلة سواء بعطفال لانا بيبقى او الحل الميكاري الكابلز دول مش كابلز مرضى بالمعنى المفهوم للمرض يعني اللي هم عندهم مشكلة في القلب ولا عندهم مثلا مشاكل في الضغط ولا عندهم لقطة غلطة ما عندهمش مشكلة طبية اللي هي مشكلة امرجنسي فابنوا عليهم كابلز هما مرضى انا في رأيي طبيا لازم يتحطوا تحت عنوان المرض لانهم يتفحصوا فحصوا ويتعامل معهم كل البرتوكولات الخاصة بالمرض لكن في الآخر هم عايزين يكونوا اب وام المشكلة عندهم احساسهم احيانا بان الامل قد يكون بعيد في بعض الاحيان او يكون صعب المنظومة اللي بتعاملوا معها هي اللي بتفرد عليهم او بتديهم هذا الامل احساسهم بالاتمئنان للمنظومة اللي بتعامل فيها اقصى جهد ممكن من ناحية الكاونسلينج الاستشارة والكاشف الطبي التعامل مع التاريخ التعامل مع الحالة المرضية بشكل فيه من الاحترافية الكاملة ايضا التجهيزات الموجودة في المكان بالكفاءة المتناسبة مع امكانية اعطائهم امل بشكل جدي وحقيقي ده كله هنفهمه واحنا بنتكلم عن واحدة من القلاع العلمية الموجودة في مصر المركز المصري لاطفال الانبيب وتأخل الانجاب بلا شك فخر لينا ان يكون الحوار على المركز المصري واكيد الفخر يبقى موصول لما يكون ضيفات العزيزة واحدة من قمم عالم تأخل الانجاب واطفال الانبيب والحقن من جار في مصر وفي الوطن العربي ضيفات العزيزة عن القيمة العلمية الكبيرة الاستود دكتورة مونة بولغار واستاذ امراض النساء والتوليد وتأخل الانجاب كل locaudo بتجامعة القهراء استشاري تأخل الانجاب وتأخل الانجاب واطفال الانبيب في المركز المصري صاحب الدكتوراه أمراض النساء والتوليد واستشاري الموجات الصوتية أمراض النساء والتوليد وعض جمعيات الأوروبية للخصوبة والتكاسل الإنجاب والجمعية الدولية للموجات الصوتية لأمراض النساء والتوليد والجمعية المصرية للخصوبة أهلا بك دكتور عمران سعيد جدا بهذه الزيارة العظيمة عايزة أتكلم الأول عن كلمة تأخر الإنجاب وقعها تقيل قوي على نفسية الكل المرضى بيكون جاهل لك أنا في رأي أنتو أكيد عندكوا استشاري نفسي كمان ده حقيقي هو تأخر الإنجاب التعريف بتاعه أن يكونوا زوجين عايشين مع بعض بشكل متواصل ومش بيستخدموا أي موانع لمدة 12 شهر أو أكثر فلي بيحصل طبعا أن هنا في مصر الناس بتقلقوا موضوع الإنجاب وموضوع الحمل ده حاجة مهمة قوي فبيبتدوا يقلقوا من بدري جدا إحنا لو عارفين أن هو ده التعريف المفروض أن إحنا ما نقلقش وأن إحنا نصبر إلا طبعا في حالات معينة لما بيكون معروف أن فيه مشكلة واضحة تأخر الإنجاب دي الحالة اللي أنا بقول لهم لأ ابتدوا إفحاصوا ابتدوا دوروا قبل 12 شهر لكن غير كده هو 12 شهر يعني علاقة زوجية مستمرة بدون أي موانع بعدها نقول أن الزوجين دول عندهم تأخر في الإنجاب ستات كتير بيقولك توقيت غريب يعني زيك السؤال ما تنذهب دي مهمة مهمة جدا لو الأمور كلها في التاريخ المرضي بتاع السيدة ما فيوش أي حاجة يعني تلفت الإنتباه يعني دورة منتظمة ما عملتش أي عمليات سابقة في بطنها فتحت بطنها عملت أي عمليات قد تؤدي إلى التساقات سنها صغير ما فيش أي أمراض ممكن تأثر على الحمل زي السكر أو الغدة الدرقية الحاجات اللي هي ممكن تلخبط التبويد أو تلخبط الحمل يبقى هي يعني بالنسبة كبيرة الأمور مطمئنة وتنتظر أنها تطمئنة على نفسها بعد 12 شهر إلا لو هي الآن حيبقى فحص عند الدكتور نيسا اتمئنان عادي على أن الأمور طبيعية يعني أن فيه طبويد أن فيه رحم تمام ما فيش مشاكل واضحة تأخر ده والحاجة اللي سهلة قوي نعملها برضو التحليل السائل المانويل بالنسبة للزوج دي حاجة سهلة قوي لأي زوجين وأعتقد أنها بقت من ضمن الشروط لإتمام الزواج أن فيه شوية فحوصات بتتعامل قبل الزواج أسهلهم هو التحليل السائل المانويل الزوج بيسيب عينة في معمل عنده شوية خبرة في فحص السائل المانويل بنطمئن أنه عنده العدد الكافي والحركة الكافية فالحاكتين دول مع بعض بيخلوا الزوجين دول يطمئنوا ويعرفوا أنه الأمور تمام الوعدة بقى مختلف لسيدة العمر أكبر يعني 35 أو أكثر أو فيه حاجة واضحة في التاريخ المرضي بتاعها الدورة غير منتظمة عاملة عمليات سابقة في المبيض مثلا شايلة أكياس في المبيض معروفة أن هي عندها بطانة مهاجرة عاملة عمليات حصل فيها مضعفات زي زيدة مثلا حصل فيها انفجار أو التهاب بريتوني حاجات واضحة كده يعني تعرفنا أنه قد يكون فيه مشكلة الزوج نفس الكلام تعرض لحاجة قد تؤثر على الخصية أو على تصنيع الحيوانات المنوية أو هو عارف أنه فيه مشكلة دول طبعا لازم يبدأوا يستشيروا للطبيب أو المتخصص بدري شوية بعد الزواج السؤال إيه أسباب تأخرين؟ يعني الأسباب الأساسية المشهورة عند الزوجة أن فيه خلل في التبويد أن التبويد مش مظبوط مش ممتزم من أشهرهم طبعا متلزم التكايوسات المبيض أو أن يكون هي مخزونها قليل فالتبويد بتاعها ضعيف يكون فيه مشاكل في الأنابيب قناة فالوب حصل فيها أي انسداد نتيجة لأي التهابات عمليات تتعاملت قبل كده الرحم فيه حاجات يعني مشكلة جامدة زي ورم لي فيه جبير داخل جوة تجويف الرحم وبالنسبة للزوج طبعا هو ضعف الحيوانات المنوية أو عددها قليل أو حركتها ضعيفة أو الأشكال تشوهات فيها عالية أو ما فيه حيوانات منوية خالص لأن فيه سواء مشكلة في توصيل الحيوانات المنوية من الخصية للخارج أو الخصية نمسها مش بتصنع حيوانات منوية نتيجة لمشكلة المنوية دي الحاجات المشهورة فيه حاجات عندنا اجتماعية الحقيقة يعني احنا مشهور قوي عندنا بالذات في الصعيد أن الأزواج بيسافروا مش موجودين سنين طويلة الزوج مسافر وبييجي شهر في السنة دي طبعا مشكلة كبيرة لأنه يعني الاستمرارية في المحاولة والاستمرارية في العلاقة وهي مش بتيجي من شهر واحد وإن احنا كل شهر بنحاول فيه كل ما الفرص بتزيد فدي حقيقي مشكلة بنشوفها في كتير من عينيننا أن ظروف العمل أو الظروف الاجتماعية بتخليهم مش متواجدين مع بعض الأصفال الأنبيب والحق المجهري الناس كتير بتطلقبط بينهم الحق المجهري بتهالي خطوة لها انديكيشن معي بالضبط هما الاتنين بيقعوا تحت مسمى الإخصاب المعملي لكن الحق المجهري بنستخدمه أساسا لما يكون فيه مشكلة عند الزوج الحيوانات المنوية قليلة ضعيفة فإحنا بالميكروسكوب المخصوص بنختار الحيوان المنوي اللي شكله كويس اللي متحرك حركة كويسة وبنحقنه وبنحقن واحد في كل بوائدة ده بيتطلب يعني ميكروسكوب مخصوصه بتطلب خبرة خاصة للزملاء في المعمل خصائي الأجنة أطفال الأنبيب بتستخدم لما يكون مشكلة أساسا في القناة فلوب أو عند الزوجة من التبويض لكن أنا عندي تحليل سائل طبيعي وسليم وما فيش فيه أي مشكلة في بعض الحالات زي التأخر غير معلوم السبب ودي حوالي 10% من الحالات الحالات دي بنفضل أن احنا نعمل حقن مجهري برغم أن ممكن التسائل بقى طبيعي والبويضات طبيعية لكن لأنه ما فيش سبب معروف فأحيانا السيدات دول نسبة الإخصاب فيهم بتبقى قليلة فبنفضل أن احنا نعمل حقن مجهري أن احنا نحقن برضو الحيوان المنوي جوه البويضة السؤال ده أيما أن الناس بتسألك عبرتك عليه خطوات الحقن المجالي بتميشي إزاي أول حاجة أن احنا نقابلهم ونتكلم معاهم ونفهم منهم التاريخ المرضي بالتفصيل ونفحص نشوف كل الفحوصات اللي هم عملوها أي تحليل بزياد هرمونات بالنسبة للسيدة يهميني قوي الهرمونات اللي بتعرفني مخزون المبرز بتاعها أخباره إيه وحصل تطور كبير في التحليل فدلوقتي بقى فيه تحليل دقيقة أكتر بتتعامل في أي يوم من الشهر مش لازم في أيام معينة دي بنعتمد عليها بدرجة كبيرة جدا طبعا الفحص والموجات الصوتية بنعتمد عليهم بدرجة كبيرة جدا لأن أنا بقدر أطمئن على الرحم على تجويف الرحم على بطانة الرحم بقدر أطمئن على المبيض وعدد البويضات اللي فيها هيحصل استجابة كويسة ولا الاستجابة هتحتاج نوع معين من البروتوكول عشان يحفز المبيض ممكن أطلب لو ما كانتش لسه تأكدت أن الأنابيب فيها مشكلة أطلب فحص للأنابيب سواء بالأشعب الصبغة أو بالفحص بالموجات الصوتية في العيادة وتحليل السائل المنوي دي الحاجات الأساسية اللي احنا بنطلبها أو نحب أن احنا نطلع عليها فحصناها وشفناها ووجدنا أن فيه مشكلة في حاجة من دول والأهم بقى في كل ده هو سن السيدة سن الزوجة هو ده العامل الأساسي فلو هي صغيرة في السن والأمور بين أنها سليمة ممكن ننتظر شوية لكن لو ابتدى السن يعني عدى الخمسة وتلاتين مدة زواج طالت جدا في سبب واضح يؤخر الإنجاب زي التسقات شديدة في الأنابيب زي مشكلة في التبويض وحاولت كذا مرة تاخد مناشطات واتابع تبويض وبرده ما حصلش حمل مشكلة واضحة جدا في التحليل السائل المنوي أنه ضعيف لا يستجيب للعلاج مفيش حانات منوية ومحتاجين ناخد عين تخصية خلص بيبقى واضح أن الزوجين دول محتاجين يعملوا أطفال عليهم حددنا أن هم محتاجين بنقرر إيه البروتوكول اللي هيخدوا هل هو هيبقى بروتوكول طويل ولا بروتوكول قصير جرعة الحقن اللي هديها بتعتمد على سنها على وزنها على مخزون المبيض بتاعها وبنبدأ أول استشارة أو أول فحص إن احنا نطمئن البيزلاين بتاعنا الأساس كده تمام وبنبدأ خطوات التنشيط بتاخد كذا خطوة متابعة التبويض طبعا دي أساسية بيبقى في حوالي 3 أو 4 زيارات للمركز لمتابعة حجم البويضات وتطور البويضة وممكن نعمل مع الزيارة دي تحليل الدم وصلنا لزيارة اللي بان فيها إن البويضات حجمها تمام إنه عددها كويس بندي حقنا بتخلي يحصل طبويد و36 ساعة بعد الحقنا دي بنحدد معاد سحب البويضات ده إجراء بسيط بيتم في قطة العمليات ببنج بسيط بتفوق منه على طول وبتروح في نفس اليوم عن طريق الفوجات الصوتية المهبلية بيبقى فيه إبرة بتخش جوه كل حويصلة فيها البويضة بنسحب السائل المعمل بيفحص السائل ده وبيقول للدكتور أو الدكتورة اللي بتعمل السحب إنه البويضة دي أو الحويصلة دي فيها بويضة فمندخل ونسحب كل بويضة إحنا شايفينها قدامنا بالموجات الصوتية خلصنا السحب المعمل بيقوم بدوره بيفحص البويضات يعني بنسميها إنه بينظفها بيشيل كل الخلايا اللي حواليها بيحقن كل بويضة بحيان منوي اللي هو الحقن المجهري تحت الميكروسكوب المخصوص وتاني يوم بيبين إذا كان حصل إخصاب ولا لا هنا المعمل مع الطبيب بيحدد إيه اليوم اللي هنرجع فيه الأجنة وهنا مش لازم إن إحنا رجعه فيه معين على حسب استجابتها على حسب حدد الأجنة اللي موجودة على حسب سنها على حسب هي عملت محاولات قبل كده والمحاولات دي دنيا مشت إزاي فيها يعني نجحت إنها توصل لليوم الخامس بننتظر لليوم الخامس لأ كان فيه توقف عند اليوم الثالث بنفضل إن إحنا نين البدري ما نستناش في الكام يوم اللي المريضة سيدة ما بين السحب وما بين نقل الأجنة بتاخد مثبتات بتحضر البطانة لاستقبال الأجنة وفي يوم النقل أو يوم الزرع أو يوم رجع الأجنة بنتفق مع بعض بنكلمها بنشرح لها هي والزوج فيه كام جنين متخصة بجودتهم إيه؟ عدد الخلايا المنقسمة عندنا أجنة نقدر نجمدها ولا لأ؟ وبيتم إرجاع الأجنة بأسترار وفيعة كنت شايفة فيه فيديو بيوري عملية الإرجاع الإرجاع بيبقى إجراء بسيط من غير يعني من غير بنج ومن غير في الأوضة عادية الأسترار وفيعة بتنقل الجنين وبيبقى محطوط في سائل كمية بسيطة جدا ممكن الإجراء ده أعمله وأنا بالموجات الصوتية ببقى شايفة وممكن من غيرها على حسب خبرة الدكتور وهو متعود على إيه بعد الإرجاع بننصح المريضة أن هي تمارس حياتها بشكل طبيعي بفيش أي داعي أن هي ترقت في السرير وما تتحركش بالعكس عشان نفسيتها بنحب أن هي تتحرك عادي وتمارس حياتها طبيعي بتمشي على المثبتات اللي احنا نصحنا بيها وبتعمل اختبار الحمل بعد أسبوعين وبتبلغنا طبعا وبنديها التعليمات بقى ما بعد الاختبار دايماً الكلام عن نسبة النجاح يا جبعة بيعرفني المنظومة تتكلم علمي أو بتتكلم شكل التجاري فالعلم هو اللي احنا سمعناه الشكل التجاري بقى اللي انتوا سمعوه أحياناً فيه يعني أماكن كده مش عايزين نتكلم عنها خلينا نروح لحتة مهمة قوي هي تجميد الأجنة متى نالك إلى تجميد الأجنة؟ السيدة على حسب استجابتها وعلى حسب عمرها بنحدد حننرجع كم جنين ودايماً على فكرة بنفضل أن احنا نرجع عدد أقل من الأجنة مش عدد زيادة من الأجنة لأن احنا بنخشى قوي من حمل التوائم توائم وأكتر من توائم بالنسبة لنا احنا كأطباء مراد نسا وولادة يعني بتبقى مش لطيفة وحمل مش لطيف ومشكله كتير والولادة المبكرة فيه عالية جداً وإحنا هدفنا أن السيدة دي حملها يبقى آمن وسليم وتروح البيت ببيبي سليم محتاجش يدخل حضانة محتاجش رعاية خاصة بعد الولادة فعلى حسب سن السيدة بننقل العدد اللي احنا هنتفق عليه وبأي حال من الأحوال لا يزيد عن ثلاثة جداً منفضل دايماً أنه يبقوا اتنين أجنة أو ممكن حتى جنين واحد لو سيدة سنها صغير وحالتها ممتازة جداً لو هي متخصب عندها أجنة أكتر من كده طبعاً بننصحها أنها تجمد الأجنة الإجراء بتاعت تجميد الأجنة أصبح دلوقتي يعني التقنية بتاعته عالية جداً بتتم بشكل سريع في المعمل ولما بنفك الأجنة دي بالتقنية الحديثة دي نسبة أن الأجنة تتأثر بالتجميد قلت جداً يعني 5% فقط اللي بيفقده أو يتحلله من التجميد فبيتبقى عندي عدد كويس ممكن السيدة دي تنقل الأجنة دي في دورة تانية سواء لو ما حصلش حمل أو حملت ولدت وحبت تخلف تاني يبقى ما تحتاجش بقى أنها تدخل البرنامج من أوله بالتنشيط وبمتابعة التبويض وبسحب البويضات بكل مشاكل اللي ممكن تتعرض لها دي أجنة جهزة بنحضرها تحضير بسيط يعني البطانة تبقى جهزة لاستقبال الأجنة بنفكوهم ولو الأجنة بيبان بعد فكوهم الأجنة دي صالحة بنرجحها وبتاخد نسبة ممتازة جداً أن يحصل حمل بتقل حاجة بسيطة جداً لو كانت أجنة فرش أو أجنة طوزة الفحص الوراثي الأجنة قمته إيه دلوقتي؟ هو الحقيقة يعني خدمة إضافية أو تقنية إضافية زاد يعني من الانديكيشنز أو الدوافع اللي بتخلينا نعمل حق لمجهاري الفحص الوراثي عندنا أزواج كتير بيجونا بذات في مصر لأن زواج القرائب عالي قوي عندنا في مصر بيجو الأسرة عندها طفل واثنين وثلاثة مصابين بمرض وراسي لأن الأب والأم حاملين لمرض وطبعاً بيجو غالباً كشفوا كتير جداً وعدوا على أخصائي الوراثة وقدرنا نشخص عرفنا المرض دقيق فبيجونا علشان إحنا نساعدهم وده بيتم عن طريق أنها تمر بتجربة الحق المجهاري كاملة لكن قبل ما ننقل الأجنة بناخد خلية من الجنين المنقسم ده والخلية دي بتتبعت لمعمل الوراثة الجنين نفسه بيجمد علشان ننقله بعد ما الفحص الوراثي يتم لأنه بياخد شوية وقت الفحص الوراثي بيتم طبعاً في معمل متخصص عارف مسبقاً إيه الحالة إيه المرض ومجهز مسبقاً الحاجات الكيميويات اللي إحنا هنفحص بيها الخلية دي فنقدر إن إحنا نفحص الجنين ده ونعرف هو مصاب غير مصاب حامل للمرض فأنا أرجع أجنة معندهاش المرض الوراثي لو السيدة دي حملت لو الأجنة دي غرزت والسيدة دي حملت فهي بتحمل في طفل سليم ما عندوش المرض اللي هي طبعاً بتعاني منه هي وأسرتها يعني المركز المصري يقدم خدمة العمدار السنوات طويلة لأشقاءنا في الوطن العربي السحر العلاجية في عالم أفلق نبيب وتأخره إن جاب إحنا روادها وما شاء الله أن تلوكوا دور كبير جداً في تنميات تقويتها هل تتمني إنه نعمل نوع معين من التوجه من البرتوكولات في أي معوقات تحب إن أنت لازم تزال عشان تستمر رسالة السحر العلاجية طبعاً مهم إن هم يعرفوا إن إحنا موجودين أو إن مصر فيها مراكز أطفال أنا بيب يعني بتقدم تقنية وبتقدم نتائج ممتازة الميزة في مصر بالنسبة له منها قريبة وإنه الأسعار يعني بالنسبة لأوروبا وأمريكا طبعاً يعني لا تقارن الحكاية بتاعت العملة دي خدمت القطاع الطب بدون شك ومستوى المراكز ومستوى العلم والخدمة اللي بيقدموها يعني زي أوروبا وزي أمريكا فدي حاجة مهمة قوي هم يعرفوها وطبعاً إحنا شوفنا ده في السنين اللي فاتت مع الكوفيد ومع المشاكل الحروب المختلفة اللي في المنطقة ودي حاجة طبعاً يعني مهمة وممتازة لإنه بنسهل عليهم يعني مشوار العلاج يعني أنت نوارتي وشرفتي وأبدعتك عاداتك وشكراً جزيلاً على هذه الزيارة وتلبتك للدعوة والشكر موصولي طبعاً بأساتتنا الكبار أساس دكتور محمد الغارو أساس دكتور جمالة بسرور وطبعاً أتذكر أساس دكتور الرجاء رحمه الله بكل الخير دكتور الرجاء منصور والمركز المصري حيقدم وسيقدم ويعني تاريخ علمي أو حاضر علمي مزهل ومستقبل يعني مبني على ركائس قوية جداً فمشاء الله أنا شاكر جداً بهذه التلبية ولوجودك معنا دائماً وأتمنى أن الجمهور العربي كله يستفيد من هذا العلم وهذا الأداء المهني الرقي جداً ضعيفاتي العزيزة القمع الأمري الكبير الأساس دكتورة مونة بلغار أستاذ أمراض النساء والتوليد كله يطب جامعة القاهرة استشاري أفضل أنبيب وحق الميجهري بالمركز المصري وصاحب الدكتورة أمراض النساء والتوليد واستشار الموجات الصوتية في أمراض النساء والتوليد وعضو جامعات الأوروبية والدولية والمصرية للخصوب وتأخل الإنجاب والموجات الصوتية نورتي وشرفتي وأبدعتي كعدد أشكري خليكوا دايماً معنا سهلاً مشكلة البنكرياس أعراضه بنسميها دايماً فيج يعني ملهاش عرض محدد أبروه من البنكرياس البنكرياس عموماً ما حدش يعرف عنه حاجة تشخيصه إن إحنا نقول ينفعلوا عملية فعلاً اتطورت جداً جداً؟ مش هدي أعراض غير ما يوصل لحاجة من كبير قوي وبالتالي في الغالب يتشخص متأخر قوي عشان تستقصر المنطقة صعبة شوية والعملية تبان إنها تخوف شوية لكن نسبة نجاحها دلوقتي تتعدى لـ 95% الدكتور محمد فتحي عبدالغفار أستاذ جراحة وزراعة الكبد كلية طب جامعة عين شمس استشاري جراحات الكبد والقنوات المرارية والبنكرياس عميد المعهد القومي للكبد سابقاً زميل جامعة آسن بألمانيا لجراحات الكبد والبنكرياس والقنوات المرارية أهلاً بكم واحدة من أرقى حلقتنا على الإطلاق سواء في الناس الحلوة أو الدكتور هي الحلقة أو الجزء بلا شك نوع معين من العلم هو الأرقى الأكثر تفصيلاً والأكثر كمان يعني قرباً للتقدمية الكبيرة في عالم الجراحة جراحة البنكرياس فالنهاردة هتستمعوا الإحوار خاص زي ما قلت لكم على أرقى مستوى ضيف من الضيوف اللي بنفتخر بوجودهم في الناس الحلوة بنسعد جداً في استقباله لأنه نحن نبقى قدام قيمة جراحية على أرقى مستوى مش بس في مصر في الوطن العربي واسمه عالمي قدير بيبقى دائماً يعني وجوده في الإعلام إضافة هائلة أكيد لأنه نقلة لأرقى أنواع الجراحات والأسلوب الجراحية إلى الشاشة بشكل مباشر ضيف العزيزة القيمة العلمية الكبيرة الأستاذ الدكتور محمد فاتح عبدالغفار أستاذ جراحات وزراعة الكبد الأستاذ بكل الطب جامعة عن شمس زميل جامعة أيسم بألمانيا للجراحات الكبد وقناته المرارية وعميد محة الكبد السابق ضيف العزيزة القيمة للجراحية القادرة أهلاً بك يا أستاذ أهلاً ماذا لك السؤال الأول كلمة العنوان يعني إيه ما نقول أول مرة نقترح هذا العنوان أصرار النجاح ماذا نقصد به؟ عملية الورم رأس البنكرياس بالذات عملية كبيرة بيسموها الويبل لما نشرح للناس العيات اللي بنشالها يعني دايماً عام بعد ما نشرح له العملية يقولي طب وهي باقي وأنا هعيش إزاي لكن لما نعرف في النسبة نجاح العملية دي تتعدد تسعين في المية خمسة وتسعين في المية نجاح العملية بمعنى نعم العملية يعني يخرج بالسلامة إن شاء الله خمسة وتسعين في المية دا تقترب من إيه من المرارة من الحاجات بس عشان نوصل للرقم دوت الحقيقة محتاج شغل كتير قوي يمكن نقسمه حاجات هنعملها قبل العملية بري أبراتف وحاجات جوه العملية أوبراتف وحاجات بعد العملية بوست أوبراتف في الجراحة كلها ما قبل بري عملية أوبراتف ما بعد بوست أوبراتف مزاق ما قبل العملية إحنا متعامل مع مريض عنده ورم وبالتالي نقطة مهمة قوي إن ما ننساش إن إحنا مريض عنده ورم في ناس بتبص للورم يعني كتير بيجيني أهل المريض يقولي إحنا مش عزين نقوله فجابيني الأشعات بس أو الدحالي البداع دا ينفع يتمينه عملية ولا البداية دي مش صح لازم أتعامل مع شخص على بعضه يعني ممكن تبقى الأشعات والتحالي تقولي إن ينفع يستحمل العملية ولكن عن جنرالي بصفة عامة حالته العامة ما تتحملش العملية برا في حاجة اسمها performance state وليها score معين دي السن بتاعه والحاجات ضغط والسكر والحاجات أرقام بنحسبها بحيثنا في الآخر أقول المريض دا يتحمل هذه العملية فعلا بصورة أمينة ولا ودي نقطة مهمة قوي ساعات بتبقى يعني مزد مننا كده 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 إن أنا بتعامل مع المرض مش مع المريض بس دي العامات الكبيرة لازم أقيم الورم وقيم المريض وقيم العملية وأنا عارف جوه العملية إيه اللي هيحصل يعني المتوقع من حجم الورم دا أنا هعمل إيه جوه العملية فهل المريض هتحمل الحاجة أبوالها دي وقت دا كتير بيجي العيان أشوف الحاجة بتقوله أينفع عملية لما يجي المريض قالوه لا دا ركب له دعامة مش هيستحمل عملية فقرار من الأول خالص إنها دخلوا عمليات دا قرار مهم جدا الخطوة اللي بعديها الورم نفسه هل الورم دا ينفع إيتشال ولا ما ينفعش إيتشال ينفع إيتشال دي مفروض برضو كنا زمان القرار دا بناخده جوه العملية لأ دلوقتي مفروض بنسبة 95% بيتاخد قبل العملية أنا فاكر ما كنت سافرت ألمانيا على الحتة دي بالذات لقيتهم بيعملوا خطوة في أول العملية خالص يقصوا الاثنى عشر هو أول ما قصر الاثنى عشر ما هاتش فيه رجعة يعني ما ينفعش إنه هو يرجع في كلامه دا مش تنفع العملية ودي عمالة في أول عملية خالص فما أسأله قلتوا أنت معد كده أنت لازم هتكمل مين اللي قالك أنه هتكمل قال لي لأ تكمل أوش هكمل دي قبل العمليات وإحنا جوا العمليات مفيش القرار دا خلاص طبعما أخدنا القرار من قبلها بالأشعاعات إن إحنا هنكمل بيحن لازم هنكمل دي بتثبت نقول 95% فعلا المشكلة العملية دي كلها فعلا البنكرياس علاقة الورم بشريان ووريد مهمين جدا الوريد اللي هو بيأخد الدم من الأمعاء يوديها للكبد والشريان اللي بيغازي الأمعاء لو كنا شفنا في رسمها هتلاقوا إنهما لازقين فيهم بعض دايما أنا عايز أشوف علاقة الورم بالشريان والوريد فيه ثلاث سيناريوهات لها أول سيناريو جميل جدا إنه هو ملوش علاقة خالص هو بعيد عن الشريان والوريد وده أحسن السيناريوهات السيناريو التاني لا ده حوط الشريان والوريد بس حواطه ديت بنقسمها إحنا بالأشعة هو حواطه 180 درجة ولا أقل من 180 درجة لو أقل 180 درجة لا ممكن عملية أكتر 100 درجة اللي بتيتقول بقى ينفع ولا ما ينفعش الفيديو ده بيورينا دي خطوات العملية ببساطة كده يعني كشرح بسيط إنه إحنا هنشيل إيه فيها عشان ده اللي نقولها دي ده الجزء اللي شناه لو رأس البنكرياس بالإثن عشر مكمل معا حتة بالمعدة ومكمل معا حتة بالأمعاء والقناة المرية دخلة في النص فشناها مع المرار وبعد كده بجيب الأمعاء هيت أوصلها بالبنكرياس أوصلها بالقناة المرارية ثم أوصلها بالمعدة دي ببساطة خطوات العملية نفسها فالجزء التحديل قبل العملية زي ما قلنا أنا عايز أعرف العين ده هيستحمل العملية ولا لأ نقطة تانية الورم ده هنفع يتشال فعلا ولا لأ النقطة التالتة التوقيت هل أنا مفروض أعمل عملية الوقتي ده أحسن وقت للمريض دوت لأن ممكن يبقى الورم حاجة مكبيرة شوية أو محوط الشريان لأ ناخد كيماوي فيقل شوية فأقدر أخش في العمليات أو أقول لا ده أنا أخش دلوقتي كل واحدة فيهم دي فيها مميزات وفيها عيوب الحزبة دي حاجات كتير قوي بنحطها في دماغنا وإحنا بنتكلم هذه الرسمة اللي كنا بنتكلم عليها حتة علاقة الورم بالشريان إما أول حاجة فوق دي بعيد عنه خالص وده أحسن سيناريو التاني ده حوطه بس القابل ما عليش فاند احنا هنا عندنا حاجة حمراء وحاجة صفر حاجة الحمراء هي ايه؟ ده الشريان واللصفة ده الورم نفسه لو فيه في الصورة الأولية ده جميل جدا ده بعيد عنه فده سهل قوي في العملية الصورة التانية حوطه بس ما عداش المية وتمانين درجة الصورة التالتة عدى المية وتمانين درجة تفرق التالتة ديت لا لو ده شريان مش هينفع لو أريد نتكلم فيها فيها نقاش شوية لأنه ممكن أقصه وأوصله لكن التانية ديت في الغالب هينفع فقرار إن أنا أخد كيماوي أو ما أخدش كيماوي دي برضو قرار صعب جدا بالذات عندنا في مصر لأن الأبحاث بره بتتكلم عن النقطة دي كتير بيحبوا يده كيماوي في عينين كتير وبيصغر حقيقة مع نقاش مع دكات الأورام عندنا آآ من وسط كل عشرة عينين خدوا كيماوي اتنين أودات اللي بيستقيم وسبعة تمانية مجيبش نتيجة خالص بعضهم بيكبر مع الكيماوي مش عارف إن كان مشكلة في نوع الورا من اللي عندنا مشكلة في المريض مشكلة في إيه لكن في فرق فعلا ما بين الوضع بتاعنا ووضع بره وبالتالي مش هنقدر نطبق الكلام بالظبط اللي بناخده بره إن هو علينا حمص في متعلق بالكيماوي آآ كيماوي بتاع البنكرياس اللي قبل العملية ده بتاع البنكرياس بالظبط آآ هنا الصورة دي آآ هنا ده الورا هنا شايفنوه ضاغط على الوريد البابي اللي هو بيغز الكبد آآ يكاد يكون قافلوا أكتر من خمسين في المية اللي هو الورا اللي هيحط الصفرة اللي هيحط الصفرة طبعا شوية عندنا نرف العملية لها تكنيك ويمكن نشوفه أثناء العملية ناصر الورا طبعا الأصفر بيكتب عليه حرف تي اختصار تيومر بالظبط آآ فده الجزء اللي قبل العملية لو إحنا جزء قبل العملية ده اخترنا مريض صح واخترنا توقيت صح وتحضير صح ساعات هنقدر نقول هنروح للستبل بعدها أو الخطوة اللي بعدها اللي هي قط العمليات آآ طيب الصورة دي ما قبل العملية برضو بس دي برضو عايزين يورينه العلاقة ما بين الورم والوريد والشريان الأزرق ده الوريد البابي والشريان ده الشريان اللي هو بيغز الأمعاد آآ أول واحدة فوق دي خالص ده بعيد عنه ده السيناريو الجميل آآ التاني لزق فيه شوية التالت ده فوقه مباشرة ربعا دي أخزاء لو هو في ديل البنكرياس ودي هتبقى سهلة إن هي بعيدة عن الوريد والشريان دي كلها قبل العملية دي كل ده قرارات بناخدها قبل العملية صور بمدرسها باحتمالاتها كلها الصور دي حتى كمان يعني الأشعة المقطعية آآ أنا مثلا لازم أقول للمريض هاتلي السيدي بتاع الأشعة المقطعية مش مجرد الأفلام لأن العادي إن العام بيتصور مثلا تلت تلاف صورة هو بيبع من التلت تلاف دي مية مش لازم يكون الصورة أنا عايزة موجودة في المية دول لأن أنا المقطعية دي عبارة مقاطع أنا عايزة أشوف في كل مقطع فعلا الشريان فين والوريد فين ممكن أنا وأنا بمشي الصور كده ألاقي صورة لا مزنوق في الحتة دي أبعى عارف إن أنا جوان عملية في حتة يبقى الورم داخل في الوريد أو الشريان فعشان كده عمرنا بنعتمد على تقارير أشعة ويفضل لازم يبقى معايا السيدي بتاع الأشعة وطوة تدرسها يعني لحتاج لتفرج وقت عليه ساعة بقول للمريض سيب لي السيدي وتعبالي لمرة الجاية هقول لك هينفع عملية ولا لإن أنا عايز عد نص ساعة أدرس الأشعة عديل وعداء عشان دهر أخو القرار صح فيه ده كل ده ما قبل العملي لما نخش جوة بقى العمليات إيه الأسرار بتاعتها هي حكتين جرح وتلتير وتغدير ده دور مهم جدا جدا أكتر من الناس كتير متوقعة يعني أنا مقدرش أشتغل غير مع أشخاص معينين هم فاهمين إحنا عايزين إيه في العملية دي بالذات العملية دي بتطول ناخد أربع ساعات لو عملية سهلة قوي ثمان ساعات لو صعبة فمتواصل دول ست ساعات المشكلة اللي لو عنده خد محليل في الست ساعات دي كمية على آخر العملية ألاقي الأمعاء فيه تخينة من كتر المحليل اللي خدها وبالتالي التوصيلات اللي أنا هعملها اللي هي في آخر العملية مش تبقى مزبوطة لإن أنا بوصل في جدار تخين بعد شوية جدار ده هيرفع لما ما يتروح منه يحصل تسريب فمين يقدر بقى يزبط لي القصة دي ده دكتور تخدير شطر جدا جدا إنهم محتاج هد للعيان أقل كمية محليل ما تعمليش مشكلة وتحافظ على الكلة وتحافظ على ضغط العيان فميزان صعب جدا مش أي حد بيعرف عمله عشان كده ساعات بقولهم لا العملية دي بالذات لازم هعملها في المكان الفلاني مع التخدير الفلاني يقول لي طب ما استفيد ده كترة كواسين ده أنا عارف أنا بقولك إيه لأن دول هو اللي هيقدر يريحني أنا كجرح لغاية أخر العملية الناس في أشواء ده بالها أن ممكن التخدير يبقى واصلي أنا عملية البالنس ما بين إن أنا هدي محالين سوائل أدي إيه تحافظ على ضغط العيان بالظبط في نفس الوقت ما تعملش حمل بالظبط ودي كتاب ديو إنها حاجة سهلة لكن هي تنفيذة في المنتهى الصعوبة ومحتاجة أجهزة ومحتاجة خبرة كبيرة جدا من دكتور التخدير فده جوء قطة تخدير ده نمره واحد الجزء التاني الجراح نفسه الجراح لازم يبقى عنده شوية حاجات أول حاجة هو هيشيل الوراء لما هيجي يشيل أنا محتاج منه حاجتين فيشيله يشيله بطريقة أمنة ويشيله كاملا صح كلام يبدو سهل بس هو وراء حاجات كتير أول كلمة أمنة ديت يعني هو يقدر يعرف إنه هو يعمل توصيل لوليد البابي لو قصه يرجعه تاني لو الوراء ماسك فيه قدر قصه الحالة دي مثلا ده كان وراء في الرأس البنكرياس ماسك في الوريد البابي الطريقة هنقص الوريد البابي بالكامل ونعمل نوصله حتتين في بعض تاني بعد ما كنا قصينا الجزء من الوريد البابي اللي ماسك في الوراء المشكلة إن عشان كي بقولهم دايما ما حدش يشتغل العملية ديت غير شخص يقدر يتعامل بخبرة كبيرة في الوريد البابي دي الجزء التكنيكال بتاعه الحاجة التانية الوراء بيبقى دايما لازق قوي في الوريد والشين زي ما قلنا لما اجي اشيله في ناس كتير بيروح خايف من الوريد والشين يحصل لهم حاجة فيروح قصص الوراء من جنبه الحتة اللي بتتساب دي أكتر سبب الارتجاع الوراء عشان كده عشان نشيله ده أنا لازم أخد الوريد والشين وحدفهم الشمال خالص بعيد وقص من تحتيه مش هتقدر تعمل حركة دي اللي لو أنت متطمن إن لو حصل مشكلة هتعرف تتعامل مع المشكلة ديت فدي الجزء الشيء لنفسه المهم الجزء التالت الأخير في العملية هو التوصيلات التوصيلات زي ما قلنا جزء منها هيعتمد على التخدير إن هو ريحني إن إداني الأمعاء بدايتها زي نهيتها بداية العملية زي نهيتها العملية السر التاني اللي هقوله ويمكن دكتة كتير مش مختنعين بيه أو يعني فيه ناس كتير ما تاخدش في حتة دي إيه أهم التوصيلة في العملية كل الناس عارفة إن أخطر توصيلة هي توصيلة البنكرياس الحقيقة لا أنا في رأيي إن أخطر توصيلة القناة المرية مش البنكرياس على رغم من الأصعب البنكرياس طبعا بس يالفكرة لو عاين حصلوا تسريب في القناة من البنكرياس لوحدها في الغالب هيعدي مش يحصل حالة لكن لو حصل تسريب في قناة البنكرياس وتسريب من القناة المرارية العصارة الصفروية اللي ما بتيجا على عصارة البنكرياس بتعمل لها يعني بنت بيحصل تفاعل تنشيط آه تنشيط لها فساعتها يقول واكل كل الأنسجة آه ما يتنار تحول لها ما يتنار بالضبط وساعتها مش هتبقى مش هيفها تساتر عليها آه فعشان كده عرغم من القناة المرارية قد تبدو توصيلها سهلة بس لا دي أكتر توصيل لازم تعملها بحرص شديد جدا عشان حتى لو حصل لقد تسريب في قناة البنكرياس ودي ما حصل لهاش حاجة يعني هيعدي آه لكن لو تنزربوا في الغالب يعنيها مش هيعدي فدي الحاجات التكنيكا اللي احنا أو الحاجات الصغيرة اللي احنا نهتم بيها قوي في العملية دي ودي من ضمن أسرار نجاح العملية دي توصيلات بدقة التوصيلات دي كلمة مهمة جدا توصيلات ان انا هوصل الأشياء التي قد قطعت بزاق سواء القناة البنكرياس لان لو رجعنا الفيديو المبسط لفكرة العملية احنا شدنا وفي جزء من آه قناة البنكرياس هتبقى موجودة بزاق بازم تتوصيل ناخدها معا نوصلها آه طبعا التكنيكس بتاعتها مش هنخش فيها لكن لها يعني طرق كتيرة يمكن افضل طريقة بتتوصل زي اربع طبقات آه الفكرة برضو احنا شغالين بتحتاج لازم خيوط معينة بتحتاج كميات كتيرة قوي بجودة عالية قوي من الخيط لان اي محاولة توفير في العملات دات نتجة كارثية العملات الكبيرة دي ما ينفعش نص نص آه لازم تتعمل كويسة يعملها مجاني في الدمرداش معديش مشكلة يعملها برة بس بفلوس كتير شوية آه بس لان ما تستحملش ان انت توفق في الحاجات دي خالص عمالة ينفعش اقول بقى انا هجيب خيط بالزبط آه بس آه يعني ما ينفعش أو آلات نص ونص أو تخديل نص ونص الكلام ده كله نتائجه الكارثية في العين هيقدر لازم تحط افضل خدمة طبية للعين ده كفاية العملية كبيرة متحولش صعبة عن نفسك بحاجات تلك هي وبل اشهر عمليات في كتب الجراح اشهر نوع يعني كلمة وبل هي اشهرة اه طبعا حاجة درسناها في الجراح على الاطلاق يعني العملية ايزا ده احنا كده خلصنا كل الاسرة ولا لسه فضلش اه كده نقول جوه العملية اه بعد العملية الامور بقت سهلة شوية بعد العملية هو دور اساسا للجراح انه هو بيتوقع المشاكل اللي ممكن تحصل ويحاول انه يتفادها قبل ما تحصل اه على النزيف من الدرانق من علامات حيوية من حاجات زي كده اه دغط دمه نبط ضربات القلب كل ده هي علامات حيوية تشير للنزيف لو بدأ ينزف هتلاقي ضغط دمه انخفض وضربات قلبه سرعي بالزبط اه بعد يومين تلاتة انا اتديت اخاف من جلاطات الرجل وخايف من نفسه لان احنا الفتحة بتاعيتنا بتبقى كبيرة شوية والعيان دوت مش هيعرف اي اخد نفس الاخر وبالتالي ممكن شوية افرازات تترقن في صدر فلازم من اول يوم يبتدي في تمارين النفس جهاز ينفخ فيه او يشط فيه فيفتح الرئة لو ما فيش الجهاز بلونة ينفخها مجرد النفخ ده بيفتح الرئة فيمنع المشاكل دي جلاطة الرجل لازم ابتدي ادوية سيولة من يوم العملية بالليل لو انا متطم ولازم العيان يتحرق ولازم احط له شراب للدوالي ولازم جوها العملية بيبقى فيه حاجة اسمها حاجة مضخة على الرجلين تمنع التجلط كل رجل تنقبط كأنه هو بيجري جوه قدت العمليات عشان امنا على الجلاطة كل دي حاجات صغيرة احنا نسحب شفنا كتير عيانين فقدناهم بحاجة واحدة من دول نسي ياخد دواء السيولة او محركش رجل كويس جات له جلطة في الرجل طرق هرقه موتنا بعد كده على اليوم الخامس انا يعيني على التسريب حصل التسريب لقدر لها من قناة البنكرياس حصل التسريب من القناة المرارية على طول نتعامل معه يعني في دايما كلمة كده بتتقال برا يقولك اللي بيموت العيان مش المشاكل الجراحية ولكن انكار الجراح للمشاكل الجراحية مش الكمبيكيشن ان هو العيان ابتدى يسخن اقصوه سيد الوحش طب اصله هو بطنه واجعاء اقصوه هو بالجرح دفن الرأس بالزلط لا انا عندك مشكلة في العيان اول حاجة تحطها في دماغك مشكلة في العملية عندي ما تطلعش هيا مش مهم بس اوعى ان انت يبقى عندك انكار لان ده الاخر نتايجه اللي بيتحملها المريض فعلا ولما يحصل مشكلة تتعامل معها وبشدة يعني عندها محتاج يتفتح يتفتح طب انا عمله عملية كبيرة هفتحه تاني هفتحه تاني مش يحصل حاجة ولكن اوعى ان انت تخاف تعمل حاجة لاحسن يتقل كذا لا اه يكونش عندك بيسموها احنا يكونش عندك معينة بزرط ايوه اللي هي الاعتبارات بيسموها اعتبارات جنونية يعني انا بسميها دايما اعتبارات جنونية تعالي تدل على الجنون لو هيتقل علي ما انت لو رأي العين مات هيتقل مش هيتقل عليك انت هتروح في السين ده وهيتقل عليك ساعتها اسوأ الاوال والمريض بيتفهم ان انت بزلت معاه اقصى معا انت بالزبط يعني عمر ما مريض بيشتكي دكتور وهو حسن دكتور ده عمل علي وما قصرش في حاجة مهما ان كانت نتيجة العمليات دي هي الاسرار بالزبط والنقطة الاخيرة دي يعني نحطها في اسرار نجاح كل جراحات اللي جاءتيه كله بلسسنا كل الجراحات اللي هي عدم اخفاء الرأس في الرمال وانكار علامات التحذير انك انت عاملة زي بالزبط يعني قاعد في مكان في انزار بالحريق لا 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 هتلاقيه بايزة في بدأت الرشاشات الماية بدأت تشتغل لا لا هتلاقيها بازة وتلغت لما الولعة تيجي في وشك في اي شيء تاني مهم في هزه الكوزئية لا يعني نقول دي كده ملخص سريع طبعا كل خطوة من دول ليها تفاصيل طويلة جدا مش هنقعد نشغل ناس بيها لكن دي الخطوط العامة والموضوع يعني الملخص اذا هو العملية كبيرة نتائجة تبقى كويسة جدا ان شاء الله ولكن عبارة عن سلم لازم تاخدوا خطوات لو نطيت سلمتين هتكعب وهتكعب العين معك فامشي خطوة خطوة كل خطوة تاخد حقها لأخرها نوصل ان شاء الله للسلام وحنا في الحلقة كل خطوة ما قبل العملية ها نتكلم فيه فانا اعتقدت ان هي دي تكمل الاصرار في المنطقة دي لما دخلنا العملية التخدير خدي الكلام فلقلت بس هو بقى هو الاصرار في الحتة دي لما دخلنا في العملية قلت بقى تمام دي بقى الاصرار خلص وخلصنا بعد العملية لوحدها اصرار في حتة تانية وكبيرة وكثيرة جدا فهي عملية الاصرار واضح جدا كلها على بعضها كالعدم نستمتع بهذا اللقاء استبتاعا كبيرا جدا على مستوى البطنة كمان مهم جدا ضيف العزيزة القمة العلمية والجرحية الكبيرة أصوص الدكتور مهمة تفتح حبط الغفار كان كعادته مدعمة واحدة من أرقى أرقى حلقتنا يبقى أو تبقى أورام البنكرياس منطقة علمية شديدة الوعورة حزاري أن تمر فيها بدون أن تتعلم كل شيء هذه أول أورنان رولي لا تقبل إلا الكل أنك تكون فاهم كل حاجة أو لا شيء على الإطلاق ما فيهاش منتصف المسافة هذه ليست منطقة منتصف المسافة على الإطلاق في العلم لإما أنت كلك فاهم كل حاجة وكتعمل كل حاجة صح مية في المية لو واحد في المية غلط هتتقلب الدنيا إلى منطقة مخيفة للغاية لن تسمع فيها إلا عويل الزئاب لا هتكلك يعني خليكم مع الناس الحلوة أمل الحمل أمل جميل جداً بطبيعاتها أكثر من الراجل تحب تكون أم كل ما زاد سن المريضة كل ما قال فرص الحمل بالحقن المجاري ومع ذلك فيه مرضى بنعمل لهم الحقن المجاري في سن متقدم شوية وربنا بيكرمهم بالحمد الست من أول ما بتتولد لحد ما بتقطع الخصوبة عندها ربنا بيديها عدد معين من البوايدات بتقعد تستهلك على مدار السنين دي مينفعش إن أنا كاستشاري نسا عملش بتابع السيدة بس وما معيش مثلاً استشاري زكورة يتابع الزوج ده لما يكون عنده مشكلة أنا في الآخر مهمتي إيه؟ إن السيدة دي تحملش أهل ما جيش بقى أعمل حاجة أقضلها بيه على الخلف الدكتور أحمد عاصم الملة استشاري الحقن المجاري وجراحة المناظير النسائية بمراكز ريال للخصوبة بالمنصورة ومصر للخصوبة بالمهندسين وCBC كابتل عباس العقاد ومستشفى الكنانة بطنطا أهلاً بكم نهاردة يوم مهم جداً في عالم النساء وعالم تأخر الإنجاب وكلمة مهمة اسمها تكايس المبايد فيه تلات نقطة عايز أتكلمكم نهاردة فيهم عن تكايس المبايد قبل ما ندخل فيه معمعة الحوار أول حاجة كتير من الناس فاكرين اللي عندهم تكايس المبايد مش يخلفها أو بيخلفهم بصعوبة هو صيح الخلف بتاعتهم ساعات فيها مشاكل لكن فيه حالات كتيرة بتحمل حمل طبيعي وما فيش أي حاجة وبتكمل حملها طبيعي دي أول معنى المعنى التاني إنه فيه ناس برضو عندها اعتخاذ علمي شبه صح إن اللي عندهم تكايس في المبايد عندهم سمنة أو لازم يكون عندهم سمنة لا فيه حالات تكايس المبايد ما عندهمش سمنة جسمهم طبيعي أو حتى يعانهم من ناحاك ودي مش هيبقى اسمها متلازمة هيبقى اسمها مرض تكايس المبايد سيبكم التسميات فيه علاقة وثيقة جداً كمان معلومة الثالثة بقى إنه فيه كونيكشن كبري كده ما بين تكايس المبايد والقلق القلق جزء من المتلازمة ده لقوا كمان إنه الستات اللي عندها تكايس المبايد لما بتخلف ولادهم بيطلعوا عندهم قلقة فده علاقة وثيقة بقى بين الجنين اللي ستت عندها تكايس وما بين حالته النفسية بعد كده دي دراسة مهمة جداً لكن خلينا أقول لكم إن التكايس المبايد دلوقتي بقى أقدر أقول لكم إيه موضوع العصر بقى هو اللي فرض نفسه بقوة شي دي جداً في الحوار قوي جداً تواجده في المجتمع العربي ومشاكله كتيرة وبقى في تأخر الإنجاب بيفرض علينا فتير إحنا للا جاء لحاق المجهاري بس عندهم مشكلة بحكاية تنشيط وموال كده يعني زي ما تقول معادلة غريبة لازم هتنشك بس أنت خايف من فرض تنشيط وستة عندها قرري زيادة في الحالة الهرمونية فالكلام في تكايس المبايد كلام مهم جداً النهاردة حوار مهم جداً مع ضيفي العزيز الذي يبدأ جداً في حواره دائماً في عالم تأخر الإنجاب ضيفي العزيز أستاذ دكتور رحمد عاصم الملة استشاري الحق المجاري وجراحات المناظير النسائية بمركز رويل منورني وسعيد جداً بها السنسية أهلاً وسهلاً بحضرتك يا دكتور أيمن وأنا سعيد بتواجد مع حضرتك ومع مشاهدنا دايماً وطبعاً حضرتك كلمت فعلاً على موضوع يمكن بنشوفه كتير خصوصاً في مصر هنقول خصوصاً في مصر ليه؟ لأن احنا في مصر تقريباً عندنا عداد غذائية غير صحية كتير وبالتالي في سايدات كتير عندنا من المصريات بيعانوا من السمنة والسمنة دي من الحاجات برضو اللي بنشوف فيها حالات كتيرة من حالات تكايسات المبيضين وتكايسات المبيضين هي المشكلة في تكايسات المبيضين أن هي على قد ما هي بتعمل لعفة للتبويض زي ما قلت لحضرتك حالاً في الكلام أن فيها مضاعفات برضو أثناء تنشطنا وأثناء تحضيرنا وبالتالي ليها تحضير معين وليها تنشط معين وليها برتكول معين حتى عندنا في الحقن المكاري يعني بالذات مرضى تكايسات دول إحنا بيبعنين عليهم قوي في الحقن المكاري إزاي نحضرهم وإزاي نجهزهم صح للحقن المكاري أولاً الست اللي عندها تكايسات هي يعني هنقول الأول تشوك وهي جاية لي منين هي هتشوك لما تلاقي عندها بدأ يحصل لها حاجة اسمها اختلال في البريد أو الدورة بتيجي مش منتظم ساعات يا دكتور بيطلع لها بعض الشعر الزايد في الجسم في الأماكن هي مش متعودة عليها زي الدقني كده ممكن يشبطلع شوية على الدق ممكن يطلع حوالين السورة هو خط المنتصف في الجسم ده أخطر أنواع الشعر يطلع في الست تمام فهي بتبتدي تشوك هجلنا هنقول لها دي من علامات التكايسات بس هنؤكد إزاي هنعمل لحضرتك ألترا ساوند أو سونار مهبلي هنشوف فيها شكل التكايسات بالسونار المهبلي وشكلها من الحاجات الواضحة جدا ومعروفة زي ما حضرتك شايف دلوقتي معانا على الشاشة هو ده شكل التكايسات عارف حضرتك احنا بنشتبهها بشكل العقد كده اللي هو بيبقى له فصوص وبيبقى مجواه بيبقى زي ايه مفرخ كده إنما له الفصوص اللي هي الدوائر الصمرة دي اللي هي البويضات لو حضرتك بسيت هتلاقي عدد بويضات كتير أكتر من الطبيعي اللي احنا بنتكلم كنا بنقول خمسة ستة في كل مبيض لا ده ممكن توصل ستاشر عشرين في كل مبيض طب هي دي حاجة حلوة ولا وحشة هي حاجة مش حلوة قوي ناكلة باتر ناكلة باتر ندال اه وغير كده إن دول المشكلتهم بيبقى عندهم ضعف بقى تبويض مش ضعف مخزون لا ده بالعكس دول بيبقى مخزونهم زايد يعني دي لما أجي أعمل لها تحليل كنت تكلمت حضرتك عليه قبل كده اللي هو تحليل مخزون المبيض بيطلع أكتر من ثلاثة وفيه ناس يطلع أكتر من خمسة وستة وفيه ناس أكتر من عشر وناس والله شفناه أكتر من عشرين دي بتبقى إيه انت شايف فيها أنترال فولك الكاونتر ومقدمات بويضات كتيرة جدا وتلاقي المبيض لوحده من غير ما تنشطه واصله ستة سبعة سنتي أو تمانية سنتي لوحدة وانت ما نشطش تخيل بقى المريضة دي انت داخل تنشطها الحقن المجهري صح المريضة دي ممكن تخش منك في المضاعفات تيجي عندينا في الحالات الحارجة فأول حاجة بقول للمرضى دول إيه لو حضرتك زي دوازن زي ما حضرتك قلت انزلي وازن هتمشي على دواء اسمه الجلوكوفاج أو السيدوفاج اللي هي مادة الميتفورمين بعض الناس يقول لك ده ده كلام ده للسكر وبتاعها أو لا آه مابتوع السكر بياخدوه انت يبتخديه عشان عندك حاجة فيها في جسمك اسمها الانسولين ريزستانس في حضرتك بتخدي الميتفورمين ده هيحسلك البويضات اللي هتطلع عنده حضرتك هو مش هيضيع التكايسات ما فيش حاجة في الدنيا بتضيع التكايسات بعض المرضى تيجي تقولها يا دكتور اعمل لي منظار ودي لي التكايسات دي هقول لها لا ما هو المنظار التسقيبي حتى اللي بنعمله وما بعدش مفضل في العلم الحديث ان احنا نقعد نعمل منظار التسقيبي زمان كانوا بيمسكوا المبيض ده اللي مليان بويضات ده وفيه بقى تكايسات كتير يقعد تيك 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 يقعد يكوي التكايسات دي بالتسقيب وبالتالي كان بيأثر بالسلب على المريضة دي بدل مخزونها ما كان زايد ده ضيع لها المخزون خالص ده كان جريمة فالكلام ده حديثا ما عادش مكبول في العلم حتى لو مبيض يعني فيه عدد بويضات كتير جدا هو غير مسموح بأكتر من ثلاث لأربع تسقيبيات في كل مبيض لو انت أصلا نويت تخش بمنظار طيب المريضة دي لو هنشطها هنشطها زي المريضة العادية لو بنشطها للحانة مجاري لا أنا أقول لها أنت هتمشي على بروتوكول اسمه البروتوكول المعاكس أو المضاد مش البروتوكول المعتاد للمرضى التانية ليه؟ بنشطك بجرعات بسيطة وكل شوية بعملك تحليل اسمه الإيتو اللي هو الإسترادايون أعرف نشاط البويضات ده وصل لفين عشان أبقى مأمن نفسي أنت دخلة في استجابة زايدة ولا لأ؟ طيب عرفت ومشتك بجرعاتك لما جاي أديكي حقاً التفجير اللي هي عشان اكتمال لطج البويضات واسحة بالبويضات هديكي الحقاً المتعرف عليها اللي هي زي الـ HCG والكليومون والكلام ده لا أنا لو عملت معاكي كده هتخش العلالة المركزة لا ده أنا بديكي البروتوكول المضاد ده عشان أعرف هديكي الحقاً اللي هي الأجونست زي الديكابتيل أو التريبتوفان اللي هي الحقاً اللي ما تخلنيش أخش في الاستجابة الزي ده وأقول لحضرتك من وانا بنشطك أن احتمال كبير أنا هنشط حضرتك هسحب لك البويضات هعملك أجنة بس مش هزرع لك في نفس الدورة أنا هجمد الأجنة دي عندي في الحضانات وهستنى حضرتك ترتاحي خالص وبعد كده هزرع لك بعد شهر اتنين تلاتة تكوني نري ترتاحتي خالص وضمنت إن معايا أجنة حلوة ليكي وانتي ما دخلتيش في مشاكل ما هو مش مش الحاجة الحلوة أن المريضة تحمل وبس تحمل حمل آمن مش تحمل وتخش العينها المركزة هي لو حملت في الوضع ده وكان عندها استجابة زي ده ده بالعكس ده ممكن تزيد أكتر في الحمل نتيجة إن الهرمون بقى بتاع الحقنة التفجيرية ده هو بيتفرس في الحمل لوحده طب أنا قادر أوقفه من برا طب من جوة هوقفه إزاي لما يحصل حمل لازم أنهي الحمل ده خالي الحل في بعض الحالات دي الحرجة نحن ننهي الحمل اللي احنا عدنا نستنى عمر طب من الأول بقى الوقاية خير من العلاج يبقى أنا أجهز المريضة دي كويس أتباحها كويس مش هجيبها بعد أسبوع ولا بعد عشر تيام زي المرضى التانية ده أنا كل يومين حضرتك هتكوني عندي في المركز وتعملي تحليل اسمه E2 وبشوفك في الألترا ساوند ولو لقيت عندك مقدمات استجابة زي ده أنا معرفك إنك هتسحبي وتجمدي وتزرعي في دورة تانية وببتدي أدي لحضرتك بعض الأدوية اللي تهبط النشاط بتاع المبيض ده لو أنا خدت القرار ده خلاص بحيث إنه ما تخشيش في الاستجابة الزي ده دي قصة مهمة جدا أنا خايف من كلمة استجابة زي ده إيه ده هي قصة مهمة ودي كانت النايت ميرز بتاعنا يعني بتوع ده كترة الحق المجهري تسألهم النايت ميرز بتاعكم إيه هيقولك الوفيريان هايبر استيميليشن سندروم أو الاستجابة الزي ده أو حاجة بالمعنى المتعرف عند المرضى فرط التنشيط لإنه حالة الحق المجهري المفروض دي سيتيوشن آمن يعني ما فيوش أي إمرجنسي ما فيوش أي طارق فلما يحصل حاجة تدخل الست وحدة الأناية المركزة ده هو ده يتمير الحقيقي ده كموس طبعا وبنبتدي نقول طب هنفترض بقى خلاص الأمور فلتت منك والمريضة استجابة استجابة زي ده هل هتقف عاجز مش هتعمل حاجة؟ لأ هنبتدي نتعامل معها تعامل الأول هنقول لها هتعمل لنا الأول حاجة اسمها صورة دم كاملة هتطمن على حاجة فيها مهمة عندي اسمها الهيماتوكريت إن ما يحصلش حاجة اسمها هيمو كونسنتريشن له نسب معينة يفضل ما يبقاش أعلى من 40% 40.45 يبقى المريضة دي أخلى في كريتكال وأبقى عارف إن المريضة دي احتمال تخش عناية هشوف نسبة الألبومين في الجسم لأن المشكلة في المرضى دول بيحصل حاجة اسمها هايبر برميبيلتي المبيض ده بيعضي رشح مية في البطن والمية دي بتخلي البطن بتاعت الست تنتفخ وتبقى حاسة بألام شديدة لدرجة ممكن تبقى عيقة تنفس بتاعتها أسايتس استيسر المشكلة بقى دي بقى كانت الخناءة زمان بنا وبين داكاترة البطن يا دكتور عيو زمان داكاترة البطن ما كانش عندهم علم قوي بقصة الهايبر استيميليشن فكانوا بيتعاملوا مع عيانة الهايبر استيميليشن دي على إنها الأسايتس بتاعت الليفر زي تعامل الأسايتس الليفر حضراتكم بتبقوا تدوا لازكس أو الكلام ده في بعض المرضى بعض اللي داكاترة كانوا بيعملوا كده طبعا دا يعني بيموت المريض لأنه هو بيسحب مش بس سوايل انت السوديم والبوتاسيام اللي بيبقى مع السوايل دي بيبتدي يحصل له تأثر شديد في المريضة في الإلكترولايتس بتاعتها بيحصل لحاجة اسمها طبعا الدكاترة دلوقتي اه الدكاترة دلوقتي حتى في الكابت صح حالي بالك ده منها ده أنا قيلها من 20 سنة ده في الكابت فعلا ما بنسحبش بسرعة برضو في بريد الكابت عشان ما يحصلوش مرة واحدة هاي بسجل مياه ويدخل في باتك إن كفله بس هو ده التفكير الصح يعني إن إحنا نبقى إيه فاهمين إزاي نتعامل مع الحدي عشان كده الحالات دي لو حصلواها مشاكل إحنا بنقول لها اوعي تروحي مستشفى كده عامة أو مستشفى ما تعرفش إزاي تتعامل معاك لأنه ممكن يضروك تعرف ممكن بعض المستشفى تشوفنا بسلا برضا زي دول دخلوا مستشفى قبل كده قالوا لها ده أنت عندك نزيف داخلي ولازم أن تخشي تفتحي بطنك حالا أوه طبعا عندها نزيف ولا حاجة هو الارتشاح من المبيض وهو لو فتح حالا ولمس المبيض المنتفخ ده هيطلعه في إيده بيبقى فرايبول جدا وهيطلعه في إيده يعني بدل ما يعالج المريضة هيدخلها في ديزاستر لأنه مش فاهم ما هي الحاجة اللي هو بيشتغل عليها دلوقتي بدأ نطلع كان إحنا حتى نقلل لو المريضة وصلت للتنفس بتاعها كان مش قادرة تاخده قوي بدأ في بعض الأجهزة اللي بتتحط زي البكتيل ده زي درين كده بيحافظ أن يطلع المية دي شوية ونعوض بس ما نطلحاش زي ما حدتك قلت بنتطلحها تدريجيا ونعوض بالسوال ونعوض بألبومين الألبومين ونعوض بحاجات تعوض المريضة دي عن الإلكترولايتس اللي طلعت الإلكترولايتس اللي هي البوتاسيا المهم جدا طبعا لأن الحاجات دي لو نقصت عند المريضة هتعملها مشاكل كبيرة جدا فبقى خلاص فيه وعي دلوقتي إزاي أقل مريضة بتاعت دي من الهايبر استيميليشن إزاي أحضرها إزاي أجهزها كويس للحقن المجهري 90% من الحالات دي بنجمد لهم نزرع لهم في دورات تانية وعلى فكرة بيبقى نسب حملهم رائعة جدا لأن أصلا تقنيات التجميد علية عندنا جدا زمان كنا بنجمد بطرق قديمة كده سموستلو فريزنج وبعد كده رابيت فريزنج وبعد كده طلعت التقنية الأحدث اللي هي الفيتريفيكيشن اللي احنا دلوقتي شغالين بيها اللي بتحافظ على الأجنة بنفس الكفاءة فالناس عادت بتحمل بالمجمد أكتر ما بتحمل من الفريش والناس اللي هم عندهم تكايوسات بيبقى استقبال بوتانت الرحم بتاعتهم أفضل في الدورات المجمد مش في الدورة اللي هي الفريش اللي هي فيها دي فعشان كده بنقول إيه إن احنا نزبطها كويس ونعمل الكلام ده صح عشان خطر إيه نبقى مجهزين مريضتنا كويس وعشان نسعى لللي احنا عايزينه إن المريضة دي تحمل والحمل بتاعهم بيكون مفترهم على فكرة كويس والمرضى دول بنقول لهم ده أنتوا نسابكوا في الحمل كويسة لأنتوا أصلا بتطلع بوايضات كتير بس أنا عاوز بوايضات جيدة وهديكو مخزول ليكو العمر أنت بتطلعي بصلا اللي عادية بتطلع عشرة اتنشرة بوايضة أنت هطلعي عشرين تلاتين هجيب لك أجنة وهجمدها لك واحتفظ بيها عمرك ما هتتنشطي تاني كل ما فكر أزرع على حضرتك هزرع وحضر بوايضات رحمه وازرع تجمي تجمته فيه تكايفس المواد قيمة كبيرة جدا لأنه بيقيها من النايتمير اللي إحنا كلمنا اللي إحنا تكلمنا فيه وكتير من المرضى ربنا كرمهم وزرعنا لهم وحملوا بالاتنين والتلاتة وربنا كمل لهم الحمل وربنا أرد لهم أن الحمل ده يكمل ويكمل على الخير يعني كتير من مرضى تكايفسات المبيضين اللي عملنا لهم زراعة لأن دول في الغالب بيبقى عندهم استقبال بتانتراحم في دورات المجمدة حلو فساعة هزرع جنينين يلزقوا ساعة هزرع ثلاث أجنة هلاقي ثلاث أجنة لزقوا وكنا بعض المرضى بنخيارهم بقى إذا كان نكمل الحمل بالتلاتة أو نعمل اختزال بعض المرضى يقول لنا إيه لا كملوا بالتلاتة وساعة نعمل لهم ربط ويكملوا الحمل بتاعهم وعندنا حلات كتيرة ولدناها ثلاثات يعني يستحضرني كان شكل أطفال حلو قوي عجبني كان كنا إحنا مريضة تأخرت حمل 11 عشر سنة كاملة وعملت أكتر بمحاولة الحقن وكانت دخلت عناية مركزة في بعضهم إنه هم برضو ما كانتش متحضرة جيدا ربنا أراد وإن إحنا عملنا لها الحقن المجهري وبفضل الله تعالى ولدناها في ثلاث أطفال يمكن دي صورة للأطفال اللي إحنا يعني كان المريضة دي بتقريبا لسه مولدينها قريب ربنا رزقها بولدين وبنوتة جميلة يعني بقول للمرضى دول آه بعد سنين الانتظار ده لازم حضرتك تكون إيه عارفة إزاي تتحضري جيدا لموضوع زي موضوع الحقن المجهري عارفة إزاي تمشي خطواتك جيدا لازم الدكتور اللي بيتابع معاك يبقى فاهم إزاي بيحضر حضرتك وشوف ده ده منظر الثلاث أطفالهم بعد ما طالعوا والحمد لله تعالى يعني الحمد لله إن المريضة قدرنا نوصلها للشهر بتاعك يعني دوبك هي وصلت أول التاسع وربنا أراض إيه ولدت إيه الأطفال الجمال له نورتيني وشرفتيني طبعا دكتور رحمة العاصم المولة استشاري للحفو المجال وجلحات المناظر النسائية بمراكز رويل كالعادة بتبدأ في الناس الحضرتك يعني أنا اللي شرفت بتواجد مع حضرتك ويا رب يكون المرضى والناس المشاهدين بتوعنا اللي بيشوفونا حالة يكونوا استفادوا من الحلقة دي وعرفوا إزاي إيه خطوات التحضير الجيد لحالات التكايوسات دي وإزاي إنه هما يبقوا إيه يقو نفسهم من الخشروا لأعراض الخطيرة اللي إحنا كنا بنتكلم عليها تلك الوقت يبقى التكايوس المبايد واحد من المواضيع الشديدة الأهمية على المستوى العلمي شديد الانتشار على المستوى البشري وشديد التقدم على مستوى التقنيات والإبداعات وخصوصا عندما تحتاج المرأة إلى التدخل بالحق المجهدي الطاقة التكنولوجيا وقفة نقدر نقول عليها جيدة للغاية عشان نساعد هؤلاء الذين هيعانون وربما في لحظة تشتد معاناتهم لدرجة إنه هما ممكن جدا في طريق حلمهم لأصول على طفل ممكن جدا الست تدخل عناية مركزة خليكم دايما مع ناس الهدف ترجمة نانسي قنقر أهلا بيكم النهاردة يوم مهم جدا مع علمية كبيرة في عالم جرحة السمنة الكلام اللي هقوله دوت كلام مهم قوي والحقيقة اللي أنا هقوله ده أول سطرين في مقالة كبيرة جدا أنا بجهز لها وكلام كتير جدا هكلمكم عنه في الفترات اللي جاي التكنولوجيا الموجودة دلوقتي في صورة الموبايلات تحديدا وطبعا الايباد لكن كل الناس دلوقتي الموبايلات هي المسيطرة على كل حاجة ضيف العزيز واحد من الأسماء البارزة في هذا العالم والحقيقة على المستوى المصري والعربي نفتخر دائما بإنجازاته الرائعة وبوجوده معنا أكيد بيكتمل يعني الأداء العلمي الرائع جدا لهذا الفرع المهم جدا على المستوى الإعلامي ضيف العزيز القيمة الألمية القديرة الأستاذ دكتور كريم صابري أستاذ جراحات السمنة والمناظير بكلية طب جامعة الشمس والمدير لوحدة جراحات السمنة بمسافة ودنيل زميل كلية الجراحين الملكية إنجليزية وكلية الجراحين الأمريكية والحاصل على الأعلى التصنيف يبدأ دولك في جراحات السمنة أهلا وسهلا عجبني أول دراسة دي حقيقة ودي تمثل جزء كبير جدا احنا يمكن في مصر عندنا مشكلة في السن صغير اللي هو من 20 إلى 40 سنة سن العمل احنا من أوائل الدول في العالم في انتشار السنة في السن اللي هو الصغير عندنا نزمة شوالية لف الأطفال وبقينا نشوف أن الأطفال اللي هم فوق العشر سنين كسرين المت كيلو دول العددهم كتير جدا ويمكن بدأنا في في جراحة الأطفال إن احنا نعمل لهم تكمين من سنين عندنا في الجامعة وابتدى الوضع إلى في المجال الطبي يعني الجراحي إن احنا بيبقى في حلول جراحية حتى للأطفال في سن مبكر المصابين بالسمنة المفرطة والحياة طبعا أنا يعني ما عرفش إيه حل الحياة الممكنة وأعتقد أن الوضوع هيزيد صعوبة أنا أحدا من الناس بالتليفونات دي بالنسبة لي فيها شغل طبعا كل الحاجات دلوقتي الفحوصات والتحليل وشغلك يعني التليفون فعلا منسيطر على جزء كبير من حياتنا احنا في مختلف العمار يعني أنا شايفنا دي واقع يعني الأطفال دلوقتي عندهم جيمز على الأطفال على التليفونات وعلى الآيباد وعلى يعني حاجات يعني الطفل ممكن يقعد قاعد مربوط مربوط فعلا فقطه ما بتكلموش ها الولاد على فكرة ومنسجم ويعني يعني ده حياة صعبة جدا وعشان تعمل انت بتعمل يعني على قد ما بتقدر بتعمل واتنظم الوقت اللي هما بشوفوا فيه الحاجات دي يعني طبعا بس برضو مازال انهم عندهم شغف والتكنولوجيا بقت سحر يعني فعلا مسيطر على حياة الأطفال ويعني يعني احنا عدينا من مرحلة فعلا انت حاجة بتقول انه الناس بقت مسؤولة عن وقتها انت بتصدم تلفون لعمل لشغل لانجاز حاجة تقدر تسيطر على لكن الأطفال فعلا في أزمة كبيرة يعني محتاجة فعلا ان احنا نزود الوعي عند الأسر ونزود الوعي عند الأطفال ونهاجم الوضع لان الحياة المميكنة انت ما بتفقدش طاقة يعني انت دايما طلوقتي قاعد للأكل والقعدة يعني الطفل ممكن ما يخرجش بس بسبيل انه يقعد يلعب على التلفونات ويبقى مشغول بالتكنولوجيا الحديثة يعني ده مشكلة كبيرة جدا هتزود النسبة السامنة طبعا في أضعاف الموجودة الصناع النوعية دي من التكنولوجيا عملوا كارثة بس هو ليه انا هي ملااش حل ملااش حل إلا الوعي بقى نزوده اه اه وهو الكارثة دي على فكرة معمولة فيلم اسمه Don't Look Up ده فيلم رائع جدا مكسر الدنيا دلوقتي تعلينار بزيكابري فيلم يعني اول الفيلم ده انا بانصح الناس انها تشوفه لانه هو بيحاكي شيء مهم جدا في الحياة له اسقطات جبارة فيلم الكوميديا السوداء رائع لكن خلينا نبدأ الأول بسؤاء بحاجة مهمة وده برضو على فكرة بمناسبة الفيلم ده اللي انا حكيت عليه ده بيديني انطباع عن ان الناس ما بقتش بتتخذ القرار الصح والمعنى ده على فكرة بقى موجود في كل حاجة يعني مثلا في عالم الجراحات بتاعت السامنة واللي بختار الدكتور اللي انا عارفه الجملة الغريبة اللي انا بسمحها هينا لاستريحت له انا ما فيش فاهم انا ما فهمتش جملة دي ما بفهمهاش استريحت له دي ازاي مش فاهم يعني افرد انا بعرف تكلم كويس جدا وانا ما عنديش اي لشهادة ولا عندي خبرة ولا عندي اي حاجة بس كلامانجي بعرف تكلم من الناس كتير هتستريحلي حاجة التالتة دي كارثة بقى بتبان قوي في الاعمال التلفزيونية ممكن اختار الدكتور عشان صحبي عشان صحبي يعني مجرد ان انا عادت معاه فيه مناسبة او هو نشط اجتماعيا وده على فكرة كارثة اخرى لانه في بعض الناس اللي عندهم علم ولا عندهم طب أساسا ونشطين اجتماعيا بيحترفوا مناسبات كتير قوي وفي الاوساط الفنية كويسة جدا ماشيين بقصيهم انا انت عارف ان ابحكي على ايه ودول بيعملوا كوارث يعني بيصدروا الاهل الفن الطب في اسوأ صور ولا حاجة خلق دول جاهلة غالبا لما اتكلم بقى متاز صراحة ويعين بتوع الفن اللي قريب منهم وبيشوفوا كتير وبيعف يتكلم وبيصهر معهم بيروحولوا يروحولوا يلبسوا في حيطة الكلام ده بيحصل في التجميل وبيصحل في جراحات السمن فاحكيلي اختيار هو طبعا احنا الجراح السمن من الجراحات اللي هي يعني طبعا يعني الصعبة فعلا يعني اللي هي محتاجة تخاصص يعني تبقى دقيق ومحتاجة حرفية عالية جدا ومحتاجة كل يوم في حاجات جديدة واحنا عندنا في حاجات انت بتلاقيها في العمليات مش بتاعت يعني دي مش بتاعت اي BONIT بتاعت خبرة يعني انت حتصرف عمش بيوجودة في الجرائق اه يعني انت بتتزنق في العمليات في عينين في منتغ terrorists صعوبة يعني انت بتشتغل في مريض سمنة مع الشراب بالمنظر اللي هو الصغير ده اللي هو الفتحات الصغيرة بالمنظر الالات الدقيقة في عيان جدار بطنه سميك دهون متراكمة في البطن بعنف الموضوع فيه يعارف يا مش عارف يعني هو الموضوع طبعا محتاج توفيه مربعنا سبحانه وتعالى بالعلم والاجتهاد والخبرة يعني كل حاجة لازم تعملها الموضوع الجراهات سيمنا اللي فعلا اللي عندهش قدرة يعني لأداء مهمة فيها سيفتي للمريض يمتنع لأن السيمنا المفرطة المفاجئات فيها كتير طبعا مش بس على مستوى الجراه لا التغدير كمان محتاج يكون محترف يعني فريد التغدير ان هو يبقى دايما الناس اللي بتشتغل تغدير في مجال الجراهات السيمنا هم مجهزين لده عارفين ان هو مش هيشوف عيان سهل خالص يعني هو دايما الرقب الليلة وصيارة الأنبوبة الصعبة اللي هو محتاج أحيانا أجهزة تساعده ان هو يركب أنبوبة وانه اختيار الأدوية اللي هيستخدمها في مريض سيمنا عايز يفوقه بسرعة مش عايز ينام تحت بنج فترة كبيرة اللي عين نفسه أصلا طول الليلة عمالي شقر أحيانا ببقى نسبة كبيرة منهم وداخل التغديرين هم أحيانا تلاقي وظائف القلب عنده مركب دعمات ووظائف الاليجيكشن فراكشن أو يعني قدرة القلب ضعيفة الكيلة أحيانا ببقى فيها مشاكل طبعا دي كلها تشالنجز قدام دكتور التغدير مش بس كده أنت لازم يبقى محاض بفريق لو كان الجراح محترف وعنده قدرة جراحية عالية وأبديتد والتغدير كويس فأنت محتاج فريق معاون لده زي فريق تغذية العلاجية أنت مش بس جوست عملية أنت بتقص جزء من المعدة وخلاص على الوضع ده إذا لم يعني يفترن العين بيخس من عضلاته ومي بخسش مدهون وده العين بتضهور طب مين ياخد فيتامينز تغنده بتعمل كذا نوع من العملية بتعمل تكميم وتعمل تحول مصار معدة مصور بتعمل تحول مصار معدة كليسيكي بتعمل واحد على بعد 150 سنطي وتعمل واحد على بعد مترين مين ياخد فيتامينات ومين ما ياخدش مين ياخد كمية الدقيقة طب الجرعاته إيه؟ الموضوع فيه احترافية يعني يعني انت بتعمل أكتر من 12 نوع عملية من العمليات يعني من ساعة ما سمعنا عن عن السمنة المفرطة فيه أنواع كتيرة بمقاسات مختلفة بجرحين مختلفين مين ده اللي هتديله جرعات فيتامينز وبأي جرعات يعني كنان علي ما هو ده محتاج خبرة جرحية المتابعات دي تبقى ماشي إزاي اللي عنده بخس بصورة صحية سليمة ولا كسلان وتعبان وتحس نوع مريض فده اختار جرح ده اختار تيمي الجرح المنظومة نفسها ده في منتهى الخطورة ومنتهى الأهمية ده كنت اعمل عملية التكميم والله في حيانا بتبقى حاجات ملاش حال يعني كان من أسبوع أسبوعين يعني الأيام اللي فاتت كان عندي بنت 19 ورسانة جاية لي كانت من ضمن الأعيادة في مصر الجديدة على نهاية اليوم جاية بتبكي يعني دي طردت عليك بثلاثة أربعة مرات عملنا نعمل عملت تكميم غير صحيحة بالمرة البنت عندها الجزء من المعدة طائق في الصدر يعني عندها فاتق في الحجاب الحاجز وعندها ديق في المعدة فمتعذبة دي 19 سنة عملها بقالها يمكن سنتين وعمالها يعني يمكن بالمعنى بالدايخة مش عارفة إيه الحل فتعمل منظر وتعمل أشعاعات والتاني نعمل منظر ونعمل أشعاعات وتبين فعلا أنها محتاجة عملية إعادة طيب ما هي دي عملية أنت حولت بنت اللي هي في بنتها يعني اللي لسة صغيرة يعني أنت حولتها من إنسانة طبيعية جدا عايزة تنزل شرط وزن ما هي دي عدم خبرة في إجراء العملية حولت عيانة صغيرة في السن بنت مقبلة على الحياة وعلى جواز وجامعة يعني قصدي في مقتبل حياتها إلى إنسان مريض فأنت الهدف من إجراء العملية السمنة أن أنت تخلص المريض من السمنة المفرطة والأمراض المصاحبة ويعيش حياة سليمة صحية أنت بتحسن لايف ستايل ما بتسوقهاش يعني مش معنى أن أنت تعمل عملية بتصورة غير مظبوطة تتحول العيان إلى إنسان مريض وده يعني راجع لقلة الخبر أنا أظن أنه انبرح من ضمن الليستة أنه أعيانها كان عندها تكميم وعندها فاتف مش مظبوطة المهمة بتسألني على إيه أهم حياة أنت بتعملوها يعني أنا شايفة أن فيه ناس بتحضر العيان يعني تيم شغال خليط نحلة شغالة حضرتك بتعمل عملية بعد العملية المتابعين مختلفين عن الناس اللي حضرت العملية فيه طقم من المتابعة مختلف خالص على الوقت فأقولها يعني هي وقت العمليات أنا ما أقدرش أن أنا أحضرك وبعد كده في الإفاقة أقف معاكي وبعد كده أطلع بفوق أنا فيه ضربة في العمليات اللي هي الخبرة الكافية لازم تؤدى بصورة احترافية لدخل العمليات وفريق عمل معاون يؤدي الواجب بتاعه ده مش معناه أنت تأثر في العيان لا أنت لازم تدي وقت العملية حق ومزبوط التحضير أنا لو يعني إحنا قابلنا العيان في العيادة وحضرناه وخدنا تاريخ مرضي وخدت فيه قرار اللي طبعا فريق العمل يمكن بتتراجع الفحصات ما قابل العملية يمكن أكتر من ستة ده جاترة بيراجع الفحصات قبل العملية ما بعد العملية فيه فريق متابع من تغذية علاجية من علاج طبيعي من جلدية من يعني فريق متكامل بحيث أن هو يؤدي خدمة متكاملة للمريض فاختيار نوع اختيار الجراح او اختيار التيم الجراحي او اختيار الفريق الطبي من أخطر الحاجات اللي ممكن العيان يقع فيها اللي بيقع فيه المرضى برضو إنه ما عايز يوفر في الماديات ففيه أماكن فعلا هي بتشتغل بمستهلاج الطبية ما المستهلاج الطبية يعني حاجة ليفنس طبعا أنت المستشفى الأمان المستشفى دي آمنة أو غير آمنة يعني أنت واحد مريض قلب عندك دعمات في القلب عايز تروح فيه وانت لازم تروح مكان مجهز يعني واحد عامل عملية عايز يعمل عملية إعادة ما تروحش ومستشفى صغيرة انت لازم تعمل احتاجت حاجة طبية مسهلاجات طبية على أعلى مستوى تأخذ الفرصة فيها وأحيانا أنا بقول المريض يعني أنا والله أصلاً بقى صريح من المريض أصلاً ما فيش مصلحة يعني فبقول المريض دلوقتي عارف في العالم كله الفكرة فيه مستشفىات مكهزة كبيرة وفيه مستشفىات تانية صغيرة موجودة في أمريكا بس دي لها حاجات ودي لها حاجات آه طبعاً والناس فهمها يعني حتى مثلاً عملية ميجور خلاص انت لازم تروح للمستشفى الفلانية دي عملية ميجور عملية كبيرة آه المستشفى التانية بتقوم بأدوار الاميرجنسي وبتقوم بأدوار في الكسور وفي الجروح وفي الخياطات وواحد عنده رابشراس بلين بيتعالج كل الحاجات دي لكن ده موجود وده موجود الخبرة ولا التكنولوجيا ما هو أنا بقى لما بتكلم عن التكنولوجيا بحيث ان انا ضبط الجاكت وبعدين بعد ما اضبط الجاكت كده اه افتكر الخبرة فاتكلم على البتاع فالناس تنسى قمال اتنين بالضبط واحد عنده خبرة خبرة يعني جراحية بس ما بستخدمش تكنولوجيا ما هي تكنولوجيا صحنا هي التكنولوجيا هي كل حياتنا يعني يعني دباسات الحديثة دباسات اللي هي السيجنية اللي هي الإلكترونية محتاجة خبرة ان انت تستخدمها محتاجة تستخدم يعني سمك غيار غير مناسب للغيار او للدباس يعني يعني فيه دباسات متطورة انا بحيط رين العمل على فكرة مسحصح جدا وناس احترفي ارحية النهاردة هو الحوار معك ممتع فهم مسحصحين عشان كده بس بصراحة لا بجد مسحصحين جدا وعملين يحطولنا يعني حاجات حلوة خلاص راح هم حطين الكمبيوتر دي تكنولوجيا حديثة جدا الدباسة دي بتلف في كل الاتجاة انجليشن مختلف فيها زي كمبيوتر صوار كده او يعني شاشة بتقيس سمك النسيج وتشوف الدباسة دي هتضرب على على سمك معدة مناسب ولا لا وتحدد حتى السرعة بتاعة الريلوود انها يتوبي فاير دي يعني فدي حاجة فالخبرة كافية طبعا لازم تبقى عند الخبرة عالية جدا استخدام التكنولوجيا لا غينة عنه المناظير اللي هي ادفانزت جدا لازم تستخدمها كل انواع التكنولوجيا لازم تستخدمها ولات الخبرة فالاتنين ما فيش غينة عنهم طبعا الخبرة افتخذ القرار يعني يعني اقول لحاجة حاجة يعني 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 مثلا احنا يعني انا شايف من ضمن الحاجات الخبرة الكافية ان انت تختار نوع العملية نوع العملية بتخطط له ازاي واحد عنده عمل العملية التكميم وعنده فاتح جاب حاجز ولا عنده ارتجاعة هتعمل له ايه طب وقل فاتح ده حجم اثنين سنتي ولا حجم اربعة سنتي ولا حجم ولا حجم كبير طب فيه تغير في الخليل ولا لا طب انت عملت منظار ولا ما عملتش منظار طب انت محتاج نوع اشعة اسمه ايه ما انت لو ما عندكش خبرة ما انتش هتطلب صح ومش هتشخص صح وهتعمل عملية مش صح بنانا على ذلك الموضوع هو تكاملي يعني ما فيش حاجة فيه نقص هي منظومة متكاملة اي حاجة بتقل فيها بتيجي على حساب المريض نفسه فيعني وفي عين ما عملش عملية خالص يعني في عين اعمل عملية كذا مرة في العملية وخلص مش هستفيد وعيب الدخول فيه ريسكي انت عملت عملية مرة واثنين وثلاثة خلص ما فيش ما تعملش ده خبرة طبعا يعني انت احيانا توقف بلاش تعمل عملية يعني مش هتعمل عملية فاتخاذ القرار ده نابع من خبرة كبيرة جدا فمهم طبعا التكنولوجيا مع الخير هل فيه تسرع من البعض في انه يكون الرجل الاول ما اخدش الليرن كرفه بشكل كافي ده ده وقع طبعا وناس يعني احنا بنشوف ده وده اللي معل نسبة الاعادة في جراحات السمنة انا امكان 50% من حالاتنا احنا بنصلح عملية السمنة انا انترست فيها انا بحبها يعني بحب العملية اللي هي فيت حد الجراحة وده المتعة الجراحة انا بعمل يعني العملية اللي هي التكميم وتحويل بتتعمل طبعا يعني دي حاجات فقط قصير لكن عملية السمنة اللي هي الاعادة انت بتبقى بتعمل بتشتغل على نسيج معمول فيه عملية مرة واثنين وثلاثة فانت بشتغل على نسيج اصلا الالتقام بتاعه غير متوقع فانت النمرة التانية انت بتبقى في موقف انا دلوقتي لو في حالة مثلا باترفلايز اللي كنا متناقش فيها او عملية تدبيس معدة وعندك بوتش او عملية حتى تكميم وفتح في ركاب الحاجز انت بتقص المعدة تحت مستوى الليفت جاستريك يعني الليفت جاستريك بيسل على بعد ستة سنتي من تيجي من الجسر يعني بعد نهاية المريء بستة سنتي عندك معدة ستة سنتي تخيل حضرة ده المعدة دي لو انت عامل لها عنيف او يعني مش واصل او يعني او يعني الدم مش واصل فيها او ان لا انا هيروح فين هتشيل بقى لشوية ستة سنتي دولة اتوصلها بقى بالمريء ولا هتعمل ايه ما هي الوضع بقى فعلا محرج الحوار بعد دائما متعة شكرا يعني واستمر القصص والتوضيح لانه انا بقول دايما انه جراحات السمنة زي ما شأنها شأن كل فروات طب بقى فيه جانبين في الثقافة احنا نفاهم الناس الاشياء ونفاهم الناس الاخطاء نفاهم الناس العلم بيقول ايه ونفاهم الناس اللي احنا بنشوفه احيانا من تجاوزات ومن اخطاء تسيء للعلم الدقيق للجراحات المزول فيها جهد كبير جدا وتسيء للمرضى كل دا لازم يوصل لكم عشان يبقى عارفين كعادتنا مش بس ان الصح صح لان الخطأ كمان خطأ ضيف العزيز القيمة العلمية المتميزة والاسم اللامع السيد دكتور كريم صبري استاذ جراحات السمنة والمناظير بكل الطب جامعة عين شمس والمدير لوحد جراحات السمنة ممسش هودي انهي لنورت الناسة الحلوة شكرا يبقى الحوار مستمرا من داخله فكالعمليات هيستمر بس مع الناس الحالة اسمي حنان فتوح وزني كان مية وستاشر حاليا بقت تمانية وتسعين في شهرين عاملة العملية أربعة تسعة تاريخ بقى دلوقتي ستة وعشرين حداشر بقى لي شهرين شهرين وعشرة ايام كده الحمد لله انا صحتي بقت حلوة وبقدر امشي واروح واجي كنت مبسوطة جدا وفرحانة وكان عندي يعني امل ان انا انزل كمان وكان عندي يعني قوة كده ان انا يعني اكمل لما بطلع على الميزان ولاقي نفسي بقى الرقمين ده بقت عندي يعني خلاص ان انا ببقى مبسوطة جدا ضيقت وقثرت لسه ما جبتش جديد يعني عاوز اوصل للسبعين عشان اجيب الجديد بقى طبعا كل مبسوط بكده ايالي مبسوطين وجوزي مبسوط جدا وبشجعوني يعني وجراني وأهلي كل مبسوط بكده وطبعا انا يعني مقولكش اللي بيشوفني عايز يعمل زي كيفانا انا بقيت بقدر اطلع وانزل كل يوم ممكن في اليوم مرة واثنين لما كنتش بنزل خالص ممكن كنت ابعت حد يجيبلي حاجة دلوقتي بقيت بنزل واطلع واجيب مرة واثنين واخدم بيتي وعيالي الحمدلله بقيت احسن من الاول بكتير فارق دكتور كريم كله كان بيتابع معي قبل العملية وبعد العملية والحد دلوقتي بيكلموني ويتمقنوا على صحتنا ولما بيبقى في حاجة باتصل وبالتغذية وبدكتور كريم كله باتصل لما بيبقى فيه اي حاجة باتصل وبيردوا علي وكويسين جدا معانا يعني وبنصح كل الناس اللي عايز يعملها يعملها يعني هي ما يعني ما بتتعبش ولا حاجة احنا زي الفل وبناكل وكويسين يعني يا را حاجة بيكلموني بيتابع لا يعملها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تقويم الأسنان علم حديث؟ لا ده علم قديم نسبية ده منتصف القرن التاسع عشر يمكن شاف تطوير في هذا العلم المساهمين المؤسرين في مجال تقويم الأسنان كان على رأسهم نورمان ويليام كانجسلي ده كان عايش من سنة 1829 لـ 1913 كانجسلي هو وإدوارد أنجل اللي عاش لـ 1930 هم آباء أو زي ما بيقولوا المطورين الأساسيين لعالم خاص بتقويم الأسنان ما بين الطب والتجميل ضيفاتي العزيزة ما بين الطب والتجميل ستمتعنا بحوار كالعادة مختلف كالعادة فيه الكثير من التشويق والحكايات الجميلة لذيذة اللطيفة من ضيفاتي المبدعة دائما دكتورة إسراء السعيد ستشاري طب وجراحات الفم والأسنان بكل الطب جماعة القاهرة وصاحبة الدبلومة الأسبانية لزراعة الأسنان وماجستير جراحات الفم والأسنان الاسم المتميز للغاية أهلا بيك يا دكتورة إسراء أهلا بيك يا دكتورة إسراء ربنا يخليك بوجودك ما بين إدوارد جينجسلي سنة 1900 وبين جوليا روبرت حيث كان تجميل الأسنان انتقل التقويم من فكرة تقويم يعني طب طب إلى فكرة تقويم وتجميل صح؟ طبعا أحكي لي بقى هو مش محتاجين لنط هذا الكامل من السنين إحنا عندنا تجميل الأسنان بيتغير كل سلاتين تلاتة بيت كتير طبعا لا وفيه تفرة كبيرة جدا في طب الأسنان وطب الأسنان أو التقويم الأسنان عموما هو علم قديم على فكرة مش زي ما الناس متصورة ولقوا بعض المميات عاملة تقويم وعملين ويرز وجابين أسلاك ومربطين الأسنان ورجعت ألاف السنين مش بها هدجين روح تجاية رائجة علشان هشوف بس الأبديت قد إيه البشرية عموماً تسعى للتقويم من زمن بس أنا بكلم في نقطة التقويم ده مش علم جديد معبدئياً ده مش علم جديد الجديد للحاجات التانية مثلاً علجها العصب لا ده علم جديد اللي هيا مش من ألاف السنين لكن التقويم موجود من ألاف السنين فعلاً اللي لقوا مهيات فيها ويئرز وفيه وفي حاطة خشبة كده عشان يخلي سنان تتحرك في اتجاه معين فالتقويم لا التقويم عمره أطور على فكرة لكن التفرة اللي موجودة هو أن التقويم بدل ما بقى تقويم للأسنان علشان خاطر يعالج حاجة معينة بقى كمان تجميلي وداية هي التفرة الجديدة في طب التقويم عموما يعني إذن أصبع تحسين الشكل هدف طبعا طبعا ويفرق كتير جدا في كل حاجة على فكرة وأنا شايفها من البرانشز اللي فعلا مظلومة جدا في طب الأسنان التقويم سمعته وحشة جدا عشان التطويل فيه والوقت اللي أي بص ما فيش حالة تقدر تخلصها قبل يعني المينيوم متكامل في ساتة شهور لكن ده اللي ظلمه بس مش كل الحالات بتطول فده اللي بخلي الناس دايما هتخايفة منه الناس دايما بتبصوا نهو بيطول واللسا الاتنين برانش دولت مظلومين جدا في طب الأسنان وهو يقول لك أنا لأ أنا عايز أنجز مش عارفة ليه في الأسنان مش عارفة ليه طبعا الحالة دي بقالها مثلا حاجة وعشرين سنة فما جاتش على سنة كمان بس هتجيب نتيجة حلوة يعني مثلا الحالة ديت دي بنوتا دي اسمها عضة معكوسة عشان خاطر الناس كلها بتبقى بتخبطها في العضة وأنا فعلا شرحت الموضوع دوات كتير دي اسمها عضة معكوسة يعني الفك السفلي طالع لقدام والفك العلوي نازل جواه يعني دوات اللي تحت محتويه الطبيعي بتاع الفك العضة المثالية إن الفك اللي فوق بيغطي من طلت أو الأسنان اللي فوق بتغطي من طلت النص الأسنان اللي تحت ما تبقاش مغطيها توتالي ولا تبقى واقف عليه أنا كل الناس فعليا بتيجي تقول أنا عايز أجمل السناني وتقف كده ما فيش السنان بتقف على بعضها ده ده الواحده تروماتيك اوكلوجن يعني السنان هتكسر بعضها لأن السنان مش بتقف كده وتسكت حضرتك فيه حركة دائرية وفيه حركات الكلام وفيه مضغ وفيه طحن وما ينفعش السنان تقف فوق بعضها بالشكل دوات خالص بص بقى النتيجة النتيجة دي جبناها أعتقد سبع تمن شهور رقم ما كانش كبير خالص بس أنت فرقت في حياة الإنسانة دي يعني البنوتة دي لو وصلت لسن البلوغ بالحالة العنيفة بتاعت العضل مع كوسة بتاعتها بص إحنا بدين منين؟ صعبة أولا صعبة جدا صعبة جدا أنت ممكن من فوق تحط أسبوعك ما بين الفكين لكده رقم رأي بص المنظر مختلف تماما على فكرة وشها من بره اتغير ابتسامتها اتغيرت نطقها اتظبط لا الدنيا اتغيرت معاها تغيير جزري بس اللعبة بقى أن أنت تعرف تشتغل الحالة دي في وقت قصير قبل ما توصل لسن 11 سنة ليه 11 سنة؟ لا ده كتاب لوحده بقى الحالة دي 11 سنة مش هتعرف تجيب فيها نتائج دي قبل 11 سنة لازم نشتغلها علشان نقدر نجيب نتيجة حلوة بعد كده هي ممكن تحتاج تعمل تقويم وممكن لا ولكن أنا بالنسبة للحالة دي مش محتاجة تعمل تقويم خلاص يا كده عدت خلاص وصلت للنورمال طيب إيه أنواع التقويم؟ يعني الناس كتير بتطلق بتقولك تقويم شفاف تقويم معدني هل الأسماء بس كده شفافه معدني؟ بس التقويم ليه أنواع كتيرة جدا السؤال دوت يعني أنا بحيث أنه هو بيتعب التفكير بتاع الناس بس إحنا عندنا تقويم اللي هو قبل سن البلوغ اللي هو بتاع الأطفال وفيه تقويم بتاع الكبار كل نوع من التقويم وليه لأجهزة بتاعته ولكن المجالي تي اللي الناس عارفينه عموما فيه تقويم متحرك وفيه تقويم ثابت التقويم المتحرك اللي هو أي حاجة بتتشاره وتتحط أي حاجة بتتشاره وتدس من تقويم متحرك طيب إيه الأنواع بتاعته؟ فيه نوع بيكون شفاف وبيتلبس من بره وبتعمل أنت سكان بالكمبيوتر وبتعمل خرط للتلبيسات اللي أنت بتلبسها دي التلبيسة دي بتبقى تخينة من ناحية ورفيعة من ناحية بحيث أنها تعمل فرصة على الأسنان وتحركها وفيه السابت السابت دوات اللي هو بتحط البلطات اللي على الأسنان إيه لونها شفاف أو لونها معدني اللي اتنين المفروض يجيبه نفس النتيجة على حسب الأنوار بتتخدمها بس الصحي يجيبني اتنين نفس النتيجة دوات السابت السابت دوات بتتخدمه أمدا؟ في حالات معينة وفي سن معينة العموما في سن الأطفال الشفاف المتحرك سواء فيه معدن أو شفاف كله برضو ليه حالات معينة بس الموضوع دوت فيه كتير للقاعدة فلو اي حد مش دكتور سنان حاب يفهمها هيطلخبط بس انا شايفة ان الصح ان الدكتور هو اللي قرر انت هتعمل حاجة متحركة ولا ثابتة حسب الحالة وعلى فكرة ممكن تعمل متحرك في كبير في حد بالغ ممكن تعمل برضو المتحرك لمرحلة عشان تثبت علاقات معينة وكده تحط الجهاز السابت فالقصة ما هيش رؤول اللي ده لازم تطبق على كل الناس كل انسان هو حالة منفردة ليها طريقة علاج منفردة وليها نتاج لوحدة مش كل الناس عشان تحطر من نفس الجهاز تجيب نفس النتيج مش حاجة سنوها كده خالص طيب عايز اقرب من فكرة انه هل اللي حصل في السنان بوضها دي الام بقى اللي تفكر كده سبب وتصرفات في الطفولة طبعا التقويم ليه عامل جيني وفيه هابتز الهابتز ديت بتبقى عادات عادات سيئة العادات السيئة ديت بتبقى في الطفولة او بتبقى في سن البلوغ العادات دي بتكون مثلا وهما صغيرين مشهور قوي في الاطفال وهم بيحطوا صبعهم الصغير دوت في السقفة حلقهم انا عايز اقولك ان الكونتيني واسبراشر دوت على عدم لسه طري انا عايز اقولك ان انت بتخلي سقف الحل يطلع لفوق والاسنان تطلع لبرة الحالة ديت دي حالة بتحط صبعها في بقها البنوتة دي جميلة على مدار سنين بقى مش سنين يعني هي عندها تسعة سنين ايوة من و هي اه من و هي عندها سنة تمن سنين مثلا يعني ده رقم استنان طلع فعلا مش 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 جميلة وللأسف التنمر المدرسي ده نعم عليه حالة بقى مشي تنمر الاطفال على الاطفال في المبارس ده شيء ده شيء لازم يتحطله حد دي إيه اللي التربية اه طبعا هو وبعدين طفل برضه هو مش بيفكر هو قد إيه عمق الموضوع ده الطفل المتنمر هتلاقي عنده مشكلة في التربية ببين أبوه و أمه لأ ما درستهيش بس أنا شاف أن الطفل ده ما شفتش ما شفتش ما عدين صيبة سعودة هو ده هو من ده مشروع مجرم ايوة يعني أنت عارف أن في حد كده كنت بسمع عنه أن البنت حاولت تنتحر من التنمر على أسنانها هو مجرم يعني أنت متصور وصل للبنت أنها تفكر تنتحر آه طبعا يعني هي انتحرت بس هي نجيت فيعتبر محاولة فشل فشل من الانتحار يعني عشان سننها لأنه متصور موضوع وصل هي كده مش انتحرت هي كده تقتلت اللي قتلها المتنمر عليك بسطط على فكرة أنه نفس طريقة التفكير دي دي تقتلت فعلا أو كتها تتقتل وعدت من الموضوع بسطط علشان بروز يعني البنت دي نفستها سيئة لا تتصور قد إيه علشان هي طبعا سننها طالع لقدام بشكل ملفت لو جبتلك الصورة من الجنب لا 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 البنت فعلا الوضع كان مؤلم جدا رجعت لها السنن مكانها زبطنا الدنيا خلينا العضة كلها بتاعتها مرصوصة والمفروض ان احنا نركب بقى جهاز دايم علشان نبدأ بص احنا بعد ما خلصنا الحالة مش محتاجة حتى جهاز دايم كل السنان مرصوصة اللي نياب نزلت في مكانها قدنا لها الفرصة بتاعتنا ونزلناها مكانها مركبتش جهاز مستمر دا كله كله تقويم وتحرج خدت قد إيه خدت أروند سنة سنة وشهرين نتيجة هيلة 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 كل القصة دي كوم ونفسية البنت دي كوم تاني خارص ان هي حتى أثناء فترات العلاجة اللي بتجيها اللي بيتها بتتكلمش خارص حزينة كده تحيص انها طفلة حزينة ليه من شكل أثناء لها ففعلا التقويم من ضمن مزايا ان هو بيمنع موضوع التنمر او بيقلله جدا علشان في الوضع دو فعلا بيبقى متقلم نفسيا جامد جدا السن المناسب للتقويم قد دي موه أنا مش بتاعت السن المناسب انا بعمل تقويم في أي وقت والله ها والله ممكن اعمل في السن جبير من واحدة صغيرين جبنا مثلا طفلة صغيرة خمس ست سنين سبع سنين ثمان سنين نبدأ من السن دا؟ من ستة لثمانية لازم أي حد عده طفل يودي للدكتور اوكي من ستة لثمانية لأ من ستة لثمان سنين حيل لازم يعني يقول ستة سنين كفاية نعمل شاك عبك يودي للدكتور لسبب دا الوقت اللي بيحصل فيه شادنج للأسنان اللي بني وبتبدأ تنزل الأسنان الدائمة دا الوقت اللي بتشوف فيه العلاقات عامل ايه؟ دا الوقت المناسب اللي توديها يعني مباركة عندي حالة عندها 12 سنة ويتقولها أنا عارفة أنه لسه بدري بس قلت أبص على أسنان ابني لأ هو تأخر دي عضة معكوسة والحالة متأخرة جدا ودي هتقلب عملية أكيد فبالعكس يعني المفروض نروح بدري فهي راحت بتقول لخمس دا كاترة وهم قدولها لأ لسه بدري مين قالي الكلام دول؟ إيه مش كلام هنتطمن ما ينفعش أو على فكرة من ضمن العادات السيئة نسيت أقولك عليها فيه بقى الناس بتحط الألم وفيه لما بيكبروا شوية بيحطوا البنسة بتاعة الأسنان لابيكبروا قوي بقى بنتكلم في النطش بتاعة اللب اللب وسوداني دي بتأثر برضو على بتاكل الأسنان نفسها مش بتوصلنا لتقويم بس هي من الحاجات اللي هاب تصير مش كويسها يعني اللي بتأثر على الأسنان بشكل واضح يعني أنت لما تشوفها من بعيد تقول لها دي نطش لب على طول دي معروفة إيه أحدث دلوقتي؟ الأحدث في 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 تقويم الأحدث في التقويم آه طيب التقويم كله أجهزة حديثة فيه دلوقتي أجهزة إذا ممكن تحط جهاز واحد بيوصل الفكين ببعض بيبقى فوق مع تحت يطلع اللي تحت مثلا يطلع يدخله لجوه ويطلع اللي فوق لبرا بجهاز واحد بيعمل حركة معينة يعمل يزبط إليه علاقة ما بين الفكين فيه برضو أجهزة بالوقت جديدة خالص بتعملها بحاجة زي زي زرعات كده بتحطها وراء وبتشد الفكة على الزرعات دي الحاجات دي ما كانتش موجودة على فكرة من 20 سنة يعني من 20 سنة كنا بنسمع عنها اللي هي حاجات لسه بتتبحث وبتدرس فالموضوع دو برضو جديد عندنا موسعات الفكة كلها كلها أجهزة حديثة كلها ما كانتش موجودة من فترة أو كانت موجودة بس تحت الدراسة فالتقويم فيه تفارات كتيرة والتقويم من الحاجات اللي لو فعلا اتكلفت صح بيجيب نتيجة هيلة جدا وفي وقت قصير جدا وكل الهدف بتاعنا إن إحنا نبعد عن الجراحة والعمليات الجراحية بتاعة تقويم الأسناء رغم إن أنا جراحة بس أنا حقيقة مش بحب حد يدخل في عملية أو مش بحتاج لها إزاي بقى مش بحتاج لها إنه يبدأ التقويم صح يبدأ في سن مناسب الحالة يتصرف عليها مضبوط يتعمل لها أحسن حالة علشان نعدي بمرحلة العملية لأن العملية بتاعة ضبط العلاقات بمدن الفكين هي عملية عارفينها كلنا وعملية يعني مش خطيرة بس هي مش سهلة فلو إذن نبعد عنها يبقى ده أحسن كتير طيب أكتر مثل بكره من أكتر أمسينا بكره أمسينا كتير بس من أكترهم بعد ما شابه توكوت عارف المثل ما بحبوش أنا بحبوش خالص أنا بحب العلم والسعي ورا العلم والسعي ورا الصحة من المهدي إلى اللحظ صحة يعني العلم من المهدي إلى اللحظ والصحة كمان معا طيب كبار عنده من طبع ممكن جد بعيز يامل بس يقولوله إيه يا عم تكبرت خلاص مش مستهلة آه لعما أنا أضغط الكونسو بتدوت على فكرة وعلى فكرة هوريك حد دلوقتي أعملت له تقويم الشخص دوت ما شاء الله هو راجل يعني إربعينات مش 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 شاب عادي يعني هو كان عنده مشكلة إن سنان اللي تحت آه سنة دخلة وسنة خارجة وسنان اللي فوق فيها مشكلة برضو في الرصة فهو متضايق من الموضوع دوت وأنا شايفة إن الموضوع أبسط من إن أنت تضايق نفسك عشانه الحالة ديت عشان تتعالج من غير ما تعمل تقويم هو هيدطر إن هو يعمل تربيش كتير وهيدطر يعمل علاج عصب وهيدطر يشتغل الشغل كتير في أسنانه هو زكي إن هو اختار الحل اللي هو الناس كلها هتبقى ضده يعني هو من لطف الحالة دي إن الأب وبنته اللي اتنين بيعملوا تقويم مع بعض والي اتنين بييجوا مع بعض والي اتنين بيعملوا حال آه والله لطيفة جدا على فكرة يعني أنا أحترم هذا الشخص العلاقات ما بين الأسنان اتزبطت كتير ده بعد التقويم لا العلاقات ما بين الأسنان يعني ده عمل كل اللي عمل تقويم بس ده عمل تقويم بس معملش أي حاجة ولا اي حاجة طب ده كده كمان يعني مش هتكلف كتير كمان لا هو هيتكلف بس مش بالكترة بتاعت ان انت لو عملت علاج عصب وعملت فينيرز وعملت فكير وعملت كده غير كده ده طبيعي يعني هو الزبط الأزنان على الوضع الطبيعي ما حطناش اي أدشن من عندنا فديه في حد ذاتها بالنسبالي هو انسان رائع وفعلا هو منافس الكلام بتاع الناس اللي شابوا الدوك وتابوا الكلام ده لا 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 فيش حاجة اسمها كده الواحد بيقعد يتعلم طول عمره بيزبط حياته وبيزبط شيبه بيزبط جسمه طول عمره في ناس بتدخل الجيم اول ما تدخل او تروح تلعب رياضة اول ما تلعب رياضة وهي سنها خمسين سنة ويوصله رقم كويس جدا في كل حاجة في الوزن وفي الرياضة في كل شيء في الشيب وكل عاجل خلينا روح بقى للفينير مع التقوم افرض ان الشكل الوحش والتركيبة عدلت وعايز احط فينير عايز اعمل بقى ابتسامة هوليود ممكن؟ اه ممكن احنا عندنا طريقتين يا اما لو كانت الحالة بسيطة جدا والمريض دوت عنده ظرف او جاءات في مصر فترة صغيرة مقدرش يعمل تقويم بس يكون حالة بسيطة ممكن نقرب سنان ونظبط العلاقات ديت عن طريق الفينيرز وده بالنسبة لي مش بحبه يعني ده بعتبره ان هو بلان بي مش بعتبر ان دوت العلاج الرئيسي يا اما ناس عندها وقت مقيمة في مصر او هتقدر ترح وتيجي متابعة كل شهر شهر ونص دوت مفيش مشكلة خالص دوت بيركب جهاز تقويم بيجيب نتيجة انا شايفها احسن حتى لو ركب فينيرز بعد ما يشير التقويم لان انت كل ما كانت السنان مترصة جنب بعضها كل ما كانت الفينيرز هتطلع نتيجتها احسن وادوم كل ما كانت السنان سنة طلعة وسنة دخلة وانت بتحاول تقرب العلاقات دية بالفينيرز برضو نتيجتها مش تكون زي ما توقع سنين قرادي السنان قرادي مرصوصة جنب بعضها جيب نتيجة احسن طيب الفينير حواليها معتقدات عايزة صحة حالي اذا كانت صحة او غلا أول هذه المعتقدات في الفينير ان الفينير تسلح في اي حال عايزة تعمل تجميل لان أنا عايزة اعمل تجميل خلاص ه楠ها عمل فينير صاحبتي عايزة تعمل التجميل ابن خالتي عايزة تعمل تجميل كل شيء اللي عايزة تعمل يعني نعمل فينير الفينير للجميع انا اسمعت الكلام دوت هي زي بتقول سمعة او يعني موضة او حاجة زي كده لي صح ولا غلط او لق دي موجودة كل الناس بتفكر كده لا طبعا غلط طبعا مش حال يسمعها كده مش كل ومش حال يسمعها بنيل الجميع كده ده شعاره مش حال يسمعها كده ما هو دوت اللي أنا قلت له حضرتك في أول الحلقة حضرتك كل حالة هي منفصلة في طريقة العلاج وفي النتيجة اللي هيوصلها مفيش اتنين هيتعمل لهم نفس طريقة العلاج وهتجيب نفس النتيجة كل حالة عشان كده لما حد مثلا بيبعت على صفحة الفيسبوك أو كده طلعيلي الحل بتاعي وقليلي إيه الحل مفيش حال يسمعها كده لأنه ممكن متغير بسيط يغير قاطة العلاج كلها مثلا الحالة دي دي بنوتة جميلة طبعا متضايقة جدا جدا من فراغات الأسنان نفسيتها تعبانة مش يعني يعني هي فعلا وضعها النفسي متأثر جدا بالأسنان ولو تاخد بالك على الجنب الشمال واليمين فوق عاملة تربوشين شكلهم مش أحلى حاجة خالص واللي اشتغل اشتغل على وضع الأسنان ديت ولا قفى الفراغات ولا زبط لون ولا أي حال فهو بدل ما احنا عالجنا احنا الحالة ازدادت سوءا فالحالة ديت المفروض انها جاية تركب فينييرز عشان تحلي المشكلة بتاعيتها فلس احنا عرفنا الناس كلها عندها اعتقاد ان الفينييرز بتحل كل المشاكل أولا احنا ركبنا لها الفكية اللي ركبناها دوت ما هيش فينييرز هو معظمهم كراونز ليه لان الفينييرز ما ينفعش تقفل فراغات بهذا الحجم لان الفراغات كل سنة ما بينها ومن التانية ما كان يدخل سنة تانية او سنة تالتة لا دوت ما ينفعش تقفل فينييرز الفينييرز ما تستحملش تقف على الهواء فدي الحالة كلها اتعامل كراونز قربنا العلاقات زبطنا قفلنا الفراغات اتزبط النقط بتاعها لان الفراغات ما بين الاسنان بتبوز النقط تماما قدرنا نوصل لنتيجة حلوة جدا ودي ما خدتش يعني هي فعليا خدت زيارتين من حيث الوقت خدت اعتقد اسبوع مرة في قوي اسبوع استلمت اخر الاسبوع خلصنا الحالة دي خدت بالك بقى ان في حاجة ما بين السورتين فيها اختلاف هو مستوى اللفة مش احنا قلنا ان فيه فرعين في طب الاسنان المظلمين التقويم واللفة اللفة مفيش مخلوق بتقوله انا عايز اعمل لك تجميل لفة او عايز اصبط لك كزا او اغير لونها او 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 ويوافق كده بسهولة يقولك طب ما هي موجودة وسكتة طب ليه لأ انا عايز اهتم بالاسنان اكتر ما هي دي هتشسل لشاري الاسنان يعني احنا لو عادنا سناننا بيضة وزي الفل وشكلها جميل ما فيهاش نقطة التساوس وعندك اللسة كلها فيها جزر او فيها تجمعات ميلانين او تجمعات سودة في اللسة هيبقى الشكل هيبقى الشكلها بوص كل التجميل نفس فكرة لو حد لابس عباية مثلا بيضة وفيها نقطة سودة كل الناس يعنيها هتروح على النقطة السودة وهيسيبوا خالص الاميس الابيض او العباية البيضة لملبوسة دي ما حدش هيبص لها ولا هيبص لقمشتها ولا مركتها ولا اي حاجة كل ناس هتتجه للنقطة السودة فدايما تجميل اللسة من الحاجات المهمة جدا من حيث اللون ومن حيث المستوى عشان اقدر اطلع النتيجة دي في معتقدين عن البنير مشهورين جدا البنير دائم ولا مش دائم هيقعد ولا هيتشال بعد شوية المعتقد التاني انه غالي اغلى حاجة في التجميل هعمل البنير يعني هدفع فلوس كتير طيب نمسك اول حاجة هو دايم ولا مش دايم هو دايم لو اتعمل صح نفس فكرة اي حاجة في الدنيا اي حاجة بتشتريها من بره لازم تنقي خامة حلوة عشان الحاجة دي تعيش وانت بتشتري اي حاجة اقولك ايه لأ دي خامتها كذا تعيش معاك فحضرتك انت منقخ خامة وحشة فبتتكلمش في الديورابيلتي بتاعتها تاني حاجة اللي شغال شاطر ولا مش شاطر يعني انا كان جايلي مبارع حده وفنان معروف جدا الفينيرز اللي عاملها كلها هم فتحها من فوق دخل ضفرة فيها كلها 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 مدخل اكل طب لما انت هتدخل اكل والاكل دوت هيبقى يعني موجود ما بين الفينير وما بين الليسة الاكل ده البروستس بتاعته الاكل دوت هيبدأ يحمض يطلع احماض يعني هيبدأ يأكل في سطح الاسنان هتيجي تشيل الفينيرز تايل الاسنان دي كلها خلاص بقيت عاملة زيك عاملة زي طرية زي الكيك خلاص ما بقاش فيه اسنان طيب يبقى احنا عندنا عاملين الخامة والايد الاتنين دول هما اللي بتحكموا هتدفع كتير ولا هتدفع أقلق هو انت لو دفعت أقلق اقلق لان دي حاجة غالية غالية والمانيفا好吃ing بتاعها غالي حتى لو متدفعت كتير هاهاه لا لو دفعت كتير هتتطمن shelfاني هتتطمن يعني في حدود يعني هتفع ال معقول ما هو معقول والله هو معقول ما هو مش مبالغ فيه لماذا هو المبالغ فيه ما قلناش بالدولار ولا باليورو ولا بتاعه هو طبيعي بس للناس متوقعة لكن لما هتلاقي انت الفينيراية معمولة بتمن الحشوة لأ هو ده مش منطقة خالص وعلى فترة يا جماعة عشان تبقى عارفين بس يعني مصر من البلاد اللي طب الأسنان فيها عفوردب جدا في أمريكا مثلا بالمقارنة البلاد تاني في أمريكا في أمريكا لحد يكون معندوش تأمين صحية في الأسنان بتبهدل لأن هناك المصاريف خيالية انت عارفة ان هناك بياخد يعني بيشتغل الشغلانة ويسأل أول حاجة الميدكا الإنشورانس بتاعه الخاص بسنان ايه ايه على فكرة هي نفس الأسعار اللي في مصر تقريبا بس حط كلمة دولار بدل جنيه يعني انت ضربت في حاجة واربعين حاجة وخمسين بالنسبة لهم هناك الدولار يعني زيه يعني هو نفس المستوى الاقتصادي بس في ناس كثير تجيب تجيب بره تعمل هنا فعلا طبعا اللي انه بيوفر بقى هو بيوفر بقى هنا بيوفر فلوس كتير وعلى فكرة مستوى الدكاتة المصر حلو جدا على فكرة والله لو معندوش انشورانس هيتروأ هناك وهنا دكاتة الطب الأسنين هنا في مصر لايقلوا كفاءة أنا مش هقولي انهم أحسن بس لايقلوا كفاءة الموجود بره ونفس الأجلزة الموجودة لك هم مكويسين فعلا ومستوان العلم حلو فعلا بس المشكلة ان احنا كماركتينج او كدعاية لمصر احنا مش أحسن حين يعني مثلا تركيا عاملا داعاية أعلى من هناك كتير وظهرى عننا كتير رغم انحنا أميز بكتير في كل الفروع اذا عايز أقولك مثلا على سبيل المثال في مصر هنا في الأسنان احنا عشتر من تركيا في الأسنان كتير بسماعات الشعر هنا أحسن من تركيا في البسماعات العيون هنا أحسن من تركيا يعني العيون كلها الليزي .. كواوى العخير كل ده فمصر أعلى كثير جدا من برها انا بيجي لي ناس كتير من دول الخليج بتلاهم عاملين تور كده اللي هو ايه أسنان زراعة شعر رمض واخدين اللفة كده على بعضها زبط قلع النضارة وزارع السنان وجميلها وعمل الشعر ورجع تجوز على مراته هو كده الزبط اللي اتجاه بتاعه هو عمل كله كده من فوق لتحت خلص كل المطلوب ولو ست عاملت الليلة دي بترجع تتطل اللي بترجع مبسوطة بالإنجاز اللي هي عملت ومش هتوصل لكده إن شاء الله أنا بأزر طبعا بالشعر يعني ممكن يرجع يحب براته أكتر يمكن أو تكون هي عاملة معي أو تكون هي عاملوا مع بعض يعني آه يعملوا تجميل سنان وعملوا زراعة شعر أولا يجيلي فعلا الناس من خليب يبقى الزوج والزوجة اللي اتنين بيشغالين مع بعض يعني ده بيعمل النهاردة سنان وده بيعمل ده النهاردة عنابي بيخلصوا التور بس بالعكس آه آه فبيبقى لطيفة برضو جميل جميل الجديد في الفينير الجديد في الفينير هو طبعا الـ إن كل ما راح له بديتتعامل بالكمبيوتر آه دي أكتر حاجة مميزة للفينيرز إن كل حاجة بالكمبيوتر فدي نتيجة حلوة جدا والأميز منها برضو إن أنت بتعمل دلوقتي حاجة اسمها أو بتعمل بلد قبل الفينير يعني إنت بتخرطه فلات وبعد كده بتقطر ترسم بقى عليه كل التفاصيل اللي إنت عايزها بتبقى جميلة ومكن تحط كباني استراسات في الآخر لها بتعمل حاجات حلوة قوي في الفينيرز آه استراسات دي بحب بقى في البناء تاهم بحب البيت اللي عاملة استراس كده آه بتبقى جميلة في جولد وفي دايموند وفي وفي ألوان بقى صرف يعني آه في صرف بس أعطاكي مودتها هديت شوية آه كانت من عشر سنين مودتها زهرة جدا آه دلوقتي ما بقيتش المودة ما عرفش نحس إن الجمال قل ليه آه لا هو ما قلش ما قلش لا أنت بس ما قيتش بتخبرك لا لا بتخرجش البنوطة إيديات طبعا عندها مشكلة في لون أسنانها آه وعندها آه دي منراليزيشن يعني عندها مشكلة في آه آه ترسيب الكالسيوم في أسطح الأسنان بمدية كل سنانها بطش يا بيضة يا صفراء يا جري آه طبعا دي بتدي شكل مش جميل خالص خالص حقيقي بتخليها آه كل الناس عينها راحوا على سنانها بتدي شكل مش جميل وبرضو عندها مشكلة في مستوى الليسع دي عملت فينيرز اللي مش مستهلة تعمل كراونز اللي حالة بتاعتها أبصف من كده دي عملت فينيرز بقها كله بقى فوق تحته الدنيا كلها لإلا يمكن حاجة بسيطة كده تحت شمال آه لأ هي فرقت كتير إحنا أول حاجة قلنا عليها مظلومة الليسع إحنا زبطنا مستوى الليسع وعملنا بقى فستونات ورسمنا وعملنا شكل حلو كده فرق معاها يعني بعد ما خلصنا فعلا أنت شايف فرق بوزيتيف جدا حتى لو فكرت في ابتسامتها وهي دلوقتي بعد ما خلصت هتلاقي مختلفة عن شكل ابتسامتها قبل نورت يا دكتور مرسي يا دكتور أسعدتيني جدا بحوار كالعادة لأسوس دكتورة إسراء السعيد استشاري جراحات الفم والأسنان وصاحب الدبلومة الأسمنية اللي زراعت الأسنان من جماعة سيفيا مجيستير جراحات الفم والأسنان من طبقه سعيد نورتني وكالعادة أبدعت فيه وصف تفسيلي مش بس المشاكل السنان والله مشكاكل عقلية التعامل مع مشاكل السنان لأنه هي دي مشكلة الحقيقة في كتير من الأحوال الدكتور السنان ومش بس الدكتور السنان والله أنت دائما بتزم معنا أنا بتكلم في الفراق كلها بس هي فعلا أنا بلاقي الطب في مصر الدكتور مش بيعالج المشكلة الصحية بس يعالج القبل المشكلة الصحية مشكلة فكر المريض وأهله عن المشكلة الصحية صح يعني يقعد المشكلة الصحية تعالى عالج لك يا عم قدم السكاري او السكر او مشاكله او 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 زي ما انت عندك الزراعة او التجميل او التقويم اللي احنا كلمنا عنه حلقة الفاتح احنا قلت لك كده كده فايش ما استمت او انا بقال اقولك لكن تعال بقى فهمك بقى التوقيت تعالى لامتا وتلكير والعنايات وخلي بالك من اللي انا عملته لك والزرعة زيته وتيجي لامتا وان احنا نعمل لك وفي مشكلة تانية مش باينة دلوقتي بس هتفرقع في وشك كمان في وقت اصير تقولي لا لا سبها سبها نايمة خلاص ما نطنش تحصل كتير اقولي احنا محتاجين كذا وكذا ونجم التاني في كذا لا انا جايا عشان ده بس ايه طب اللي جمبه لا لا انا جايا عشان ده بس لا انسى برا مريضة مريضة شفتها جات لي عندها سكر مريضة عندها سكر فجاي انا يعيش بقى مع السكر ونكتبع لفسي لا انا عندي برد الديني ده والله العظيم عندي كحة وبرد هي متعودة على السكر ماشي هكتبليك دول خلاص بفيش مشكلة في السكر دلوقتي هكتبليك دول بتاع اللوبر نيمونيا وبس هكتبليك دول السكر اصابتك لا 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 اكتبلي دول جاينيت ليه بقيت انا قاعد عمالة نطط ده ببصد حاجات غريبة قلبي ماشي ما انا هديكي دول برد دول الاتهاب الرئوي بس بس الزكر بابا فيه سكر بيبي خليكم مع الناس حالة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة